السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حالة جديدة من برنامج زمال كاوي على قناة نادي الزمالك ان شاء الله بإذن الله ديوفي النهاردة الكابتن حمادة عبداللطيف طبعا في الجزء الأول وفي الجزء الثاني هيكون معايا ماهر جنينة وإطلالة أخيرة على كل ما حدث في كأس الأمم الأفريقية اللي انتهت بحلوها ومرها وعايز أتكلم بمنطقة صراحة يعني قضينا الشهرين اللي فاتوا دول قضينا أيام جميلة قوي مع المنتخب مصر ومن أيام بطولة العرب في قطر مرورا بكأس الأمم الأفريقية وكمان اللي لاحظتوا العلاقة الحب والود اللي ما بيننا وما بين كل الفرق العربية وحرص كل الإعلاميين والاستوديوهات على العلاقات العربية يعني كان في حرص شديد جدا كل واحد بيحاسم على كل كلمة كل واحد مركز مع كل كلمة يمكن اللي كان بينتقد بينتقد في الكورة وده من حقه وثم لو الوضع تغير بيتراجع فكل الاحترام والتقدير لكل الدول العربية اللي كانت مشاركة في هذه البطولة وخصوصا الاعلام القوي في هذه البطولة الاعلام المغربي الاعلام التونسي الاعلام الجزائري يعني شفنا فيديوهات كتيرة جدا 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 خصوصا بعد خروج الفرق العربية ولم يتبقى إلا المنتخب المصري شفنا دعم كبير جدا من كل الفرق العربية ومن كل المنتخبات العربية والبلدان العربية سواء في أفريقيا أو أسيا وشفنا كمان الاعلام اللي كان مركز مع منتخب مصر وبيشجع منتخب مصر وشفنا الشعوب الناس الطيبة الأطفال السيدات الرجال الأهاوي اللي كانت بتزيع لقاء مصر مع الكاميرون ولقاء مصر مع السنغال وشفنا الحب اللي محمد أبو جبل نجمنا في هذه البطولة ومع كل كورة وتأثر الشعوب العربية بكل لعبة فشكرا جزيلا للشعوب العربية اللي دعمها لمصر وده من هنا ده اللي بتمنى يا رب ربنا يوفى يا رب بإذن الله بإذن واحد أحد المنتخب الكاميروني ينتزم في المطشين ويستطيع المنتخب الجزائري إن شاء الله بإذن الله أنه يصعد لكأس العالم ربنا يوفى أيضا المنتخب التونسي أمام المنتخب المالي إن شاء الله في مطشين يستطيع المنتخب التونسي أنه يصل لكأس العالم بإذن واحد أحد وإن شاء الله المتخب المغربي بإذن واحد أحد يستطيع أنه يعدي الكنغو الديمقراطية ويصعد لكأس العالم وإن شاء الله بإذن واحد أحد يكون مصر عندها القدرة على أنها تتخطى السنغال بطلة أفريقيا وتصعد ليه كأس العالم يمكن إحقاقا للحق أصعب المحطات بالنسبة للمنتخبات العربية هي محطة مصر مع السنغال وأصعب كمان الظروف هي ظروف مصر لأن إحنا هنلعب المقرأة الأولى في أرضنا ومقرأة العودة بره أرضنا عكس الدول العربية المغرب وتونس والجزائر لربنا وفقهم يا رب من كل قلبي اللي هيلعبوا مطشوهم التاني على أرضهم وسط جماهرهم والمطش اللي بيحدد من خلاله مين هيصعد لكأس العالم أتمنى أن أنا أشوف أربع منتخبات من القرى الصمراء أربع منتخبات عربية تصعد بإذن واحد أحد بجانب أيضا المنتخب السعودي بجانب أيضا المنتخب منظم البطولة المنتخب القطري إحنا ممكن نشوف عدد ما شوفناهوش قبل كده بالنسبة للمنتخبات العربية ممكن نشوف ست منتخبات عربية في بطولة العالم في نهاية شهر 11 نوفمبر القادم بإذن الله نتمنىها يا رب إن شاء الله بإذن الله كمان عايز أقول إن إحنا خلاص يعني استمتعنا وكان فيه نعم الإثارة والاهتمام ولدرجة إن كل جماهير يعني نسيت لعيبة الزمالك ولعيبة الأهلي واللعيبة ومين بيجيب إيه وكان فيه في الوقت ده كمان انتقالات محدش مركز كان عن انتقالات خالص ولا أي حاجة كان كل الناس مركزة على منتخب مصر فدي كانت شعور طيب جدا وكان حاجة بتسعدنا كلنا كمصريين يعني إن إحنا بنتفرج على منتخب بلدنا خصوصا إن من منتخب بلدنا بيشرفنا وبيعمل نتائج طيبة وبتعود الشخصية ليه مرة أخرى فبنبقى سعداء جدا كمصريين يعني بالمنتخب البلد يعني منتخب اللي بمثلنا إحنا كلنا كشعب يعني هنسيب بقى المنتخب ونرجع تاني لمطشاط الدوري اللي هتبتدي بكرة بإذن الله طبعا مطشاط الدوري هتبتدي بكرة بدون بريق حقيقي بسبب غياب الزمالك والأهلي وبيراميز الثلاث فرق اللي بيتصدروا الدوري مش هيلعبوا لأنهم عندهم مشاركات أفريقية الزمالك هيبتدي مشواره كمان بطل أنجولا يوم السبت اللي جاي الساعة 6 وده شيء كمان بيساعدنا بقى كزمالكوية إن احنا بنبقى سعداء جدا إن احنا فرقتنا بتوحشنا مطشاط الزمالك بتوحشنا بنبقى سعداء جدا وبنتمنى إن الزمالك يرجع يلعب مرة أخرى فأتمنى من كل قلب يا رب إن شاء الله نوفق نادي الزمالك يوم السبت اللي جاي وإن شاء الله ربنا يعدي يوم الجمعة ده على خير ويقولي من يصلح نادي الزمالك يمكن هنا في قناة نادي الزمالك أنتو الناس فيه انتخابات وفيه أكتر من 67 أو 69 مرشح يعني هنا ما حبناش نتدخل في موضوع الانتخابات نهائيا لأن صراحة أنا شفت على مدار اللي بيشوفه يعني قنوات موالية لأشخاص يعني تلاقوا تلاقوا الموزيع موالي للمجموعة دي وموزيع تاني موالي للمجموعة دي وممكن دول موزيع ده مع المجموعة دي تقطع في المجموعة دي والموزيع ده مع المجموعة دي ممكن تتكلم على المجموعة الأخرى وفبقى يعني انتخابات صعب إحنا قناة نادي الزمالك نخش فيها إحنا بنحترم كل الناس اللي تقدمت في الانتخابات ما عندناش خصومة مع أي حد نتمنى التوفيق يا رب للجماعة الأممية أنها تختار الأصلح وقناة نادي الزمالك بتتعامل مع كل الناس بحب واحترام لأن احنا هنا صوت نادي الزمالك وصوت جمهور الزمالك ومش صوت أشخاص ومش بننتمي الأشخاص احنا بننتمي لكنان كبير اسمه نادي الزمالك عشان كده احنا من يومها الصبح ان شاء الله قناة نادي الزمالك هتكون موجودة في كل برامجها وبتتابع طبعا انتخابات النادي وكمان هنكون متواجدين معاكم بالليل لغاية ما يعلن طبعا مجلس إدارة النادي الزمالك المنتخب وان شاء الله هنقول للفاز مبروك وشد حيلك وهنطلبه بأشياء كتيرة جدا وهنقول الخاسر هارد لك ولا موفقك الحظ لكن ده مش معناه ان انتوا ما تخدموش نادي الزمالك لو ما مقتوش أعضاء ومجلس إدارة أو رئيس لا كلنا بنخدم النادي وبنحب النادي سواء نجحنا أو ما نجحناش انت عارفين ان اللي هيكسب يوم الجمعة اكيد هيكون سعيد انه هو بقى رئيس نادي الزمالك او بقى عضو مجلس إدارة او بقى مين سندوق او بقى نائب رئيس حاجة تشرف اي حد انه هو حاجة حاجة كبيرة حاجة كبيرة في تاريخ اي بني ادم انه يكون رئيس نادي الزمالك هذا الكيان اللي بيشجعه الملايين يعني لكن في نفس الوقت عنده مسؤوليات كبيرة قوي مسؤوليات صعبة قوي مسؤوليات لارضاء جمهور الزمالك الفترة اللي جاية في كل الالعاب عندنا مشاكل مالية عايزين نتخطها عندنا لعيبة لم يتم قدها وقفل باب القيد عندنا لعيبة انتهت عقدها وعندنا لعيبة تقلقت بصورة لافتة للنظر زي مثلا محمد ابو جبل وهو عقده بينتهي فده برضو عندنا اشرب بن شرقي واحد من ايقونات فرقة الزمالك ومن اللعيبة الجمهور بيعشقها فعندنا يعني محطات كده ومطبات لازم نعديها خصوصا بعد وجود مجلس منتخب لان كان يقال ان الحجة او تخوف بعض لعيبة الزمالك من التجديد هو مرتبط بان ما فيش مجلس منتخب وانها كلها مجلس مؤقتة ويعني ما يعرفوش مين اللي هيجي ومين اللي هيمشي فيوم الجمعة هيكون في مجلس منتخب لمدة اربع سنوات اتمنى من كل قلبي ان شاء الله ان احنا نعدي المرحلة دي لان الزمالك دي من وجهة نظري اصعب شهور الزمالك منذ انشاؤه مثلا ممكن نقول هذا الكلام يعني من اصعب عمرنا ممرنا بان فترتين قيد ما بنقيدش العيبة تمام مرينا بمجالس مؤقتة بتاعة تلات اربع مجالس وفي النهاية في انتخابات وعمر ما كانت الانتخابات عمرها ما حصلت في التاريخ على ما اتذكر يعني انها تكون شهر اتنين يعني دايما انتخابات بتكون شهر سبعة شهر تمانية على ما اتذكر يعني لكن شهر اتنين دي مش عارف يمكن انتخابات من الاربع سنين ان في قايمتين وفي يعني ناس داخلة مستقلة فالتخوف والشكل العام انه ممكن تلاقوا من كل قايمة مجموعة يعني يعني وممكن تلاقوا من الاعضاء الداخلين مستقلين ممكن تلاقوا ناس فهي التخوف ان احنا نكون مجلس مش مش على توافق وديها تبقى مشكلة كبيرة جدا جدا ازاي النص هتقعد على الترابيزة انا شخصيا اتمنى من كل قلبي ان الاعضاء الجماعة عمية راحين يعني ينتخبوا ينتخبوا قايمة ما ينتخبوش شخص ما ينتخبوش بني ادم يعني الافضل ان احنا ما نيجي ننتخب ننتخب قايمة القايمة دي ننتخبها بالكامل او القايمة دي ننتخبها بالكامل او حتى لو ليك حد في المستقل وبتاع ما عندوش مشاكل مع قايمة دي ومشاكل مع قايمة دي مفيش مشكلة يعني اتمنى ده اللي بتمنىه عشان يكون في استقرار وما يكونش فيه مشاكل احنا شفنا برضو قبل كده كان فيه مشاكل مع بعض الاعضاء سواء هاني العتال او عبدالله جورج قبل كده كانوا من قايمة تانية مش عايز نخش في المعمعة دي والمشاكل دي مرة أخرى وعايز مجلس كده متوافق ونختلف على الترابيزة لكن الصوت هو الصوت هو أو يعني اللي عنده أصوات أكتر هو القراره بيمشي حتى لو مختلف مع القرار لكن هو مجلس إدارة بيصوت على شيء الأكثرية هي التي تفوز هي دي الديمقراطية وهي ده الإدارة بمعناها الحقيق يعني إن شاء الله بإذن الله ربنا يولي من يصلح يوم الجمعة وزي ما قلت لكم قناة زمالك بتكون متواجدة قناة زمالك مع كل الناس وبتتمنى الخير لكل الناس اللي مرشحة أنا شخصيا يعني كخالد الغندور ممكن يكون ليا مثلا توجهات إن أنا دايما بحب زمالي لعبت الكورة اللي كانوا موجودين اللي لعبت معهم اتشرفت معهم إن هما يبقى لهم دور يعني كخالد وكلعيب كورة نفسي في يوم الأيام إن شاء الله بإذن الله أشوف لعبت الكورة النجوم الرموز الكبار يكونوا متواجدين في مجالس الإدارات المتعاقبة واللي جاية إن شاء الله بإذن الله نفسي أشوف مثلا لعيب مثلا نجم كبير يبقى في يوم الأيام رئيس نادي الزمالك أو نائب رئيس زي النجمينة الجميل مثلا حازم إمام اللي موجود في اتحاد الكورة دلوقتي أو الكابتن أيمن يونس أو ناس من اللي أعطوا نادي الزمالك الكتير والكتير يعني إن شاء الله بإذن الله هنكون متواجدين معاكم يوم الجمعة في الانتخابات دون تحيز لأحد ولكن احنا متحيزين لنادي الزمالك والكيان نادي الزمالك ومتحيزين للاستقرار ومتحيزين لجمهورنا العظيم اللي بيحب النادي بلا أي مصلحة يعني وده اللي بتمنى لفترة اللي جاية بإذن الله نادي الزمالك شغال تدريبات في قناة دريم ونادي الزمالك سوري في ملعب دريم احنا قناة دريم بقى والذكريات في ملعب دريم وطبعا عشان الملعب اللي بيتمرنوا عليه هتقام عليه الانتخابات وبالتالي هم عاملين عشان موضوع كورونا وكده عاملين لجان كتيرة جدا وفي تأسيمات في الملعب كتيرة جدا وطبع ربنا يقصدوا كمان الحاجات دي ممكن تبوز الملعب انت عارفين الحاجات دي الملعب ممكن تبوزوا الفترة كده فالمهم يعني انها هتكون موجودة الانتخابات فبالتالي الزمالك هيبتعد عن التدريبات على ملعب عبداللطيف أبورجيلا لفترة وداخل معسكر يوم اعتقد يوم الخميس اليوم اللي هينضم فيه اللعيبة الدولية انتوا عارفين طبعا يعني ان اللعيبة ما رجعت ابتدت بعض اللعيبة تروح لقنوات مختلفة وده من منطلق ان هما اكتسبوا نجومية ومن منطلق ايضا كمان يعني كسب مادي فده من حقهم يعني لكن في النهاية برضو عايزين بقى النهاردة يكون اخر يوم وان من بكرة بقى بتدي اللعيبة تركز وترجع تاني مرة اخرى للتدريبات بقوة ونركز مع الفرقة لان احنا عندنا مشكلة في البدايات دايما بيكون عندنا مشكلة في بدايات البطولة الافريقية عايزين نبتدي جامدين جدا عشان بقى اننا تلات سنين بنبتدي بطريقة وحشة ابتدينا امام زمبي ثلاثة صفر هناك ابتدينا امام جرماهيا اربعة صفر ولا اربعة اتنين هناك ابتدينا امام مولدية المطش الاولاني هنا صفر صفر وبعد كده مش عارف روحنا اتغلبنا مش عارف من الترجي وبعد كده جينا هنا لعيبنا الترجي روحنا مغلوبين تاني يعني قد قصة وبعد كياه روحنا كسبنا مولدية هناك وبعد كياه كسبنا وروحنا تعادلنا قصدي مع بطل السنغال هناك وبعد كياه كسبنا مولدية وكسبنا بطل السنغال هناك واستنينا ان الترجي يكسب المولدية عشان يسعد عشان نسعد وحصل بقى اللي حصل في ماتش الترجي والمولدية دي قد قصة وحكاية وقعدنا نقول احنا اللي فرطنا واحنا اللي كان بأيدينا احنا دلوقتي بنبتدي البطولة هو ومع كارتيرونة هو فأتمنى والمفروض اللعيبة اكتسبت خبرات وعندنا مجموعة من اللعيبة المميزة جدا رغم النقص العددي رغم الرحيل بعض اللعبين المميزين يعني احنا في يناير بدل ما بنقوي الفرقة ومعندناش قيد لا ماشينا مصطفى فتح وده كمان مش بمزاج مجلس الإدارة الحالي يعني برئاس مشتر مطالبة مصول لا ده مصطفى فتح هو اللي عايز كده وده رغبته فبدل ما يمشي ببلاش لا ناخد لنا مليون دولار نقدر من خلال الفلوس دي نعمل بها حاجة للعيب تاني يكون عنده الرغبة في البقاء في نادي الزمالك المعسكر يوم الأربع والدولين هنضموا يوم الخميس والمطش يوم السبت ان شاء الله يعني كمان قابليها بتلت تيام اللعيبة كلها يعني اللي موجودة في لعيبة الزمالك بقى لهم كتير في فري يعني ما بعملوش حاجة وكل يوم مع أسرهم وكده يعني اللعيبة بس اللي هي اللي جاية من معسكر المتخب هم اللي بقى لهم شهر بعيدة عن أهليهم وكده فبدلهم فرصة ان هم يكونوا متوجدين يعني يشموا نفسهم شوية يروحوا برامج إعلام يفرحوا باللي عملوه في البطولة يعني عندنا نجوم مميزين جدا صنعوا الفارق في نادي الزمالك يعني منتكلم على الوينش منتكلم على فتوح الاتنين في التشكيلة الاحتياطية يعني لو احنا التشكيلة الاحتياطية دي بالأساسية يعني كم واحد يعني عشرين لاعب عشرين لاعب من كل القارة منهم حوالي تلات أو اربع سردباكات معنى كده ان الوينش تالت أفضل سردباك في أفريقيا سواء اللي جوه أفريقيا أو اللي بره أفريقيا على طول فتوح ما يكون موجود كباكليفت احتياطي لسيس اللي هو باكليفت السنغال يبقى على طول فتوح أفضل باكليفت موجود في أفريقيا داخل القارة لأن اللعيب ده بيلعب خارج القارة ففتوح أفضل لعب في أفريقيا أفضل باكليفت في أفريقيا بل كمان هو تاني أفضل باكليفت في أفريقيا وفي أوروبا يعني اللعيبة الأفارقة اللي بتلعب في أوروبا وفي كل المنتخبات اللي لعبت فعندنا الوينش وعندنا فتوح عندنا زيزو زيزو عمل إنجاز غير طبيعي يعني عدى نجم إيطاليا و تشيلسي عنده 18 ضرب الجزاء متتالية الحمد لله بسم الله ما شاء الله الله أكبر يعني زيزو وتحمل المسئولية في كل المباريات وشاط في كل المباريات زيزو شاط في ساحل عاجو وشاط في الكاميرون وشاط في السنغال وشاط الكرة الأولينية وكان على قدر المسئولية بسم الله ما شاء الله عليه يعني زيزو وبالتالي عندنا إمام عشور إمام عشور مسك ساديو مانيه وساديو مانيه ما عملش حاجة وما جابش جوان في المطش كمان يعني ما قدرش ولا كان حتى صنع هدف وبالتالي إمام عشور عمل اللي عليه في مكان مش في مكانه لكن إمام عشور لعيب جوكر يلعب لك باكرايت يلعب لك رقم تمانية يلعب هافليفت يعني عنده عنده القدرة إنه يلعب أكتر من مكان وأعتقد إن إمام عشور مع وجوده مع منتخب مصر واكتسابه خبرات وهدوء الأعلام عليه شوية أعتقد إمام عشور ابتدى يكتسب يعني إيه ابتدى يبدع عن الطيش شوية طيش الشباب والتهور شوية في بداياته ابتدى يكتسب خبرات وأعتقد ده هيكون عامل مهم جدا لتطوير مستوى لنفسه والنادي الزمالك والمنتخب مصر بإذن الله كمان عندنا محمود علاء محمود علاء مع نزوله في إحدى المباريات كان مميز جدا جدا وأدى اللي عليه وكان على قدر المسئولية وكان محمود علاء في أي وقت ينزل هتلاقوه طبعا المجموعة اللي أنا قلت لكم عليها دي غير بقى محمد أبو جبل محمد أبو جبل هو أحسن حارس في أفريقيا إدوارد مندي ده أحسن حارس في العالم وده اللي خد أفضل حارس وقنانا خد في الاحتياطي وهو يعتبر ما نفزمتش في المباراة الأخيرة في وجود إدوارد مندي وبالتالي طبعا طبيعي إن إدوارد مندي ما ياخد البطولة ويصد ضرب الجزاء وبيلعب في تشيلسي وكده واخد تشامبينز ديج لازم واخد قبلها بأيام أحسن حارس في العالم لازم يدولوا أحسن حارس في البطولة لكن حقا للحق فنيا من اللي احنا شفناه أبو جبل هو أحسن حارس في البطولة وبالتالي أبو جبل هو أحسن حارس في أفريقيا بلا جدال أبو جبل هو أحسن حارس في القرى السمراء بلا جدال ويعني حاجة رائعة نكون عندنا حراس مميزين جدا واللي عملوا أبو جبل في البطولة دي على جدا 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 وده بيرده في مصلحة نادي الزمالك زي ما في مصلحة منتخب مصر هي مصلحة نادي الزمالك اللي عندنا حارس كبير وحارس مميز واعتقد اسمه بقى كبير جدا في القرى السمراء بل في العالم كله الناس كلها بتتكلم على أبو جبل واللي عملوا في كل المباريات الأخيرة لمنتخب مصر فعندنا مجموعة من اللعيبة مميزة جدا 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 غير بقى اللعيبة اللي موجودة يعني طارق حامد كان طبيعي ومنطقي من اللي احنا شفناه ومن الطريقة الدفاعية اللي بيلعب بيها كارلوس كيروش وكان طارق حامد كان هيبقاله دور مهم جدا جدا في البطولة دي يعني حتى انت لو لم ت ولم يبدأ مثلا بعض المباريات كان هيبدأ بعض المباريات الأخرى وكان ممكن يبقى بديل مهم جدا وستراتيجي جدا وتكتيكي جدا طارق حامد وبالتالي طارق حامد وجوده كان مهم جدا عدم استدعاء المنتخب ده لا يقلل منه لكن يبقى لعيب دولي ولعيب زو خبرات ولعيب مهم ولعيب مؤثر وطبعا وجود طارق حامد وعودته ان شاء الله المطش اللي جاي في وجود أشرف بن شرقي في وجود حمزة المسلوسي الأحرز هدف في بطولة أفريقيا الأخيرة سيف الجزيري كل دول لعيبة يعني اكتسبوا خبرات ولعيبة محترفة عندنا ولعيبة مهمة كل دول راجعين كمان أول مطش لشيكابالا بعد غياب 8-9 مطشات كان جاله كورونا كمان غبت 10 مباريات متتالية قبل ما يلعب مطش ومطشين في كاسر ربطة لكن أول مباراة لشيكابالا هذا الموسم في الدوري قد يكون متواجد ان شاء الله في المرحلة الجاي حزم إيمان برضو في المطشات الأخيرة يمكن هو بيعمل فترة تأهيلية حزم إيمان في المطشات الأخيرة كان مميز جدا كان باكرايت مميز جدا ومهم جدا وسواء بيلعب أو سواء تغييره لعيب مهم جدا كمان عبد الشافي ما تنسوش عبد الشافي أحد واحد من أهم أسباب في فوزنة بالدوري الموسم الماضي ما تنسوش عمر السعيد لعيب مهم جدا ما ننساش أوباما لعيب مميز جدا وناجم خدوا بالكم وناجم يمكن الناس مش راضي عنه في كاسر ربطة لكن وناجم كان ناهي الدوري هو نجم من نجوم اللي صنعه الفارق في المطشات الأخيرة في فوز زمالك في بعض المباريات الأخيرة في الدوري مهم جدا وجود وناجم وتغييره مهم جدا بتنسوش أيضا بقى أن رزاق سي سي رجع ورزاق سي سي برضو لعيب محترف ولعيب إضافة وكان نجم في الاتحاد وطبيعه منطقي أنه يستعيد مستوى تدريجيا وأنا بقول لكم من رزاق سي سي مع توالي المباريات ولعبه في أفريقيا هتفرق عندنا ثلاثة أربع لعيبة تم قدهم في أفريقيا غير الناشئين عندنا رزاق سي سي عندنا عمر السعيد عندنا أوناجم كل دول ما كانوش مقيدين في دور الاتنين وتلاتين وأصبحوا مقيدين الآن وغير بقى عندنا ماجد هاني في نص الملعب ومحمد طارق بيلعب سردباك يعني الاتنين اللعبة دول برضو تم قدهم غير حارس المرمى سيد عطية كل دول تم قدهم وإن شاء الله هكونوا متواجدين معنا في المباريات القادمة بإذن الله كل التوفيق لنادي الزمالك الفترة اللي جاية وسعداء بعودة الزمالك للمطشاط مرة أخرى هنقعد نتفرج ونقعد على التلفزيون ونستمتع إن شاء الله بمطشاط نادي الزمالك اللي بتمتع وبتسعد كل زمالكاوي وبيبقى حزين ومتدايق في غياب الزمالك في غياب مباريات الزمالك إن شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك في المرحلة القادمة بإذن الله نطلع لفاصل وبعدها نبتدي أخبارنا وحكاياتنا قبل ما نستقبل ضيوفنا الكبار والمحترمين كابتن حمد عبدالقاطيف ومن بعده مهر جنينة والكرة الأفريقية يلا بينا ورجعنا لكم مرة أخرى طيب معايا الكابتن الكبير كابتن طارق مصطفى على التليفون مدرر منتخب مصر ولعب الزمالك السابق يا كابتن طارق مساء الفل عليك الفل يا كابتن خالد أخبارك كله تمام منور إنت اللي منور رحشني والله الحمد لله والله والشكر لله إيه الأخبار سمع أن إنت مسافر المغرب قريب لما الطيران يفتح إن شاء الله فعلا إن شاء الله يعني ربنا يكرم إن شاء الله خالد كده فيه كلام على تعاقد مع نادي هناك للتدريب ربنا سهل يعني نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى للأمور تبقى خير الطيران ما قف من شهرين هناك إن شاء الله وأعتقد الطيران فتح النهاردة تقريبا نهاردة إن شاء الله أنا فاكر والدوري لسه يعني لعب مباراة إسبوع اللي فات وإن شاء الله ربنا سهل الفترة اللي جاي كده يكون خير إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله لكن ما فيش حاجة في مصر لا حاليا لا حاليا كان فيه وما حصلش نصيب بس إن شاء الله نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى التوفيق إذا كان في مصر أو خارج مصر كابتن طريق يعني عايز أخد وجهة نظرك ورأيك في البطولة إنت راجل يعني حصلت على بطولة أمم أفريقيا مع منتخب مصر 98 وكنت صاحب هدف الفوز في اللقاء يعني وهدف كان من الهدف الجميلة التكتكية على أعلى مستوى رأيك ورؤيتك للبطولة دي إحنا كسبنا فيها أكتر مخسرنا وهل كان توقعاتك قبل البطولة إن إحنا نصل المرحلة دي لأن فيه ناس أرأها اختلفت يعني من البداية ثم في النص ثم مع النهاية يعني أبان داون يعني شوية فوق شوية تحت شوية تقطيع في اللعيبة شوية كلام حلو عن اللعيبة شوية كلام حلو عن كروش شوية مع النهاية كلام وحش في حق كروش يعني رأيك نوسة خالد رأيي طبعا يعني يعني الحمد لله وشكر الله أنا دائما وجهة نظر بتبقى يعني الحمد لله بنسبة كبيرة بتبقى صحة أولا من حجة الاختلاف في وجهات النظر كل الناس إحنا بصراحة إحنا كجمهور وكسوشيال ميديا شوية بنروح في حتة وشوية نرجع تاني وشوية نروح في حتة وشوية نرجع تاني فالأمور بالنسبة لنا كلنا كنقات كأعلاميين كصحبيين كجمهور بتبقى مختلفة يوم حلو ويوم وحش فبنبقاش إحنا عندنا وجهة نظر مسبقة لما يحدث يعني اللي عايز أقولولك طبعا لعيبة صراحة بزلت مغوط كبير جدا 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 فوقت كل بطولة أمم أفريقيا تبتلعب سبع مباريات تيش حد لعب ثمن مباريات غير منتخب مصر كل البطولات اللي حصلت من أول ما البطولة تعمل لما تلعبت وقت إضافي فأكتر من مباراة وديما تيجي تحسبهم تلاقيهم أكتر من مباراة يعني عشان كده الأمور بالبداية بصراحة ما كانتش كويسة بالنسبة لأداء المستخد أو بالنسبة لكهات الفنية بدأت تتحسن من مباراة كودفور صحيح أكيد أكيد من مباراة كودفور بدأ الطموح يعني بدأ أن أنت حس أن أنت خلاص عندك ثقة جازي الفنية أو مستر كروش تحديدا حط كل واحد في مكانه باستثناء باستثناء تغيير وحيد أنا بشوفه من وجهة نظر الشخصية هو اللي عامل المشاكل دي كلها لمنتخب مصر أعتقد الأمور هتبقى صعبة على ممتخب مصر اللي هو إيه بقى اللي هو أنا من وجهة نظري مع احترام النص الملعب مع احترام الحمد فاتحي بالصولية للمني أنا من وجهة نظري التلاتة ما ينفعوش مع بعض مع احترامي لكل الناس اللي بتتكلم ما عندكش مشكلة في خط الهجوم ما عندكش مشكلة في خط الدفاع الحمد لله بوجود محمد عبد المنعم والوينش ومعهم حجاز ومعهم محمود علاء وكمان لو دخلت معهم محمد عغاني لأنه صغير في السن وعنده انصر في سرعة والمكان دا انت محتاجه بشكل كبير جدا بشوف ما عندكش مشكلة في البكريت أو البكش الشمال حراسة المرمى ما شاء الله ما شناوي مع جبل حتى صبحي حتى جاد اللي ملعبش ما عندكش مشكلة حتى يعني أنا بتمنى اني برضو الناس بتقعد تتكلم هو مصطفى محمد يا جماعة هو كان بيلعبين المطش اللي فيه والله يا العزيمة كابتن ترى انا قلت الكلام دا يعني انا انا اما جدت الناس تتكلمني على مصطفى محمد مستويحش طيب انا دلوقتي بقيم راس حربة على اساس ايه ايه دور الراس حربة دور الراس حربة هو بيلعب راس حربة محطة راس عرضية من اليمين والشمال بيقرب بيبقى قراب من الجول من التمنتاشر انت ما يكون هو موجود كده وبيتلعب له حاجات كتيرة جدا كور عشان يروح للجول وييجي مثلا يضيع او ييجي مثلا مش موفق او صحيح انما هو خالد في المباراة تحديدة في كل المباراة واخرهم اخر مباراة مرات السنغام هو محمد صلاح يا جماعة هو كان الرفس الحربة ويش مصطفى محمد اه مصطفى محمد صلاح ما بيرضاش او هو ما بيرجعش فبيخلي بيخلي بيخلي مستر كارلس كروش بيخلي مصطفى محمد هو اللي يقوم بمهام محمد صلاح وبالتالي بيبعد عن التمنتاشر بجانب ايضا ان طريقة لعبنا ما تنجحش اي راس حربة خالص لان طريقة لعبنا بتعتمد على ان انت طول الوقت بتدافع بتمانية تسعة وبتلعب على الهجمة المرتدة دا لو عملتها خصوصا بعد ما وجهت ان دور الستاشر ودور التمانية ودور الاربعة ودور النهائي مية وعشرين ديئة بتلات دربة جزاء طبعا خالد انت بتعمل دي وكمان بتعمل حاجة تانية انت بتلعب دايما الكرة الطولية يعني انت بتلعب دايما الكرة الطولية وبتلعبها وصلاح هو اللي قدام عملها المصطفى نزل مرتين عملها بيتماغه واحدة راح تياه مرموش واحدة اتقطعت كما يروح فيها صلاح بس مش هو ده ولا اسلوب ولا طريقة ولا اداء منتخب مصر عشان توصل للي انت عايزه عشان توصل لجاس العالم بتلعب فرقة انا بشوف من وجهة نظر الشخصية فرقة بتلعب على حسب المنافس كلي بالك بالنقطة اللي قوليها لك دي يعني هما بدأوا وحش قوي لان المنافس كان بالنسبة لهم هو ضعيف في كل حاجة اللي هو ماتش زنبابوي بدأوا ماتش زنبابوي هما طبعا ستريليون زنبابوي مش عارف مين يعني اما تيجي ملاوي ملاوي غينية بالضبط كده مش مكياف انما هما لعيبة كلهم لعيبة تقيلة لعيبة انت تحسها في الملعب انت تحس ان الكرة بتطلع من ساحة صح تحس ان هما المسافات قريبة تحس ان فيه حاجة بتتعمل في الملعب اه بس يعني برضو مش هقدر اخد الماتش ده من القياس قوي لان لعبتنا منهارة بدنية هم عكسهم هما انا مش بتكلم على دي انا بتكلم في حاجة تاكتيكية في الملعب بتتعمل اه بتكلم في المسافات قريبة بتكلم في اسلوب لعب وطريق لعب ايوة طب مين معلش انتو انتو مثلا ايام كانت حسان بدري كنت بتلعبوا مين في نص الملعب احنا كنا بنلعب اولا بطريق مفتلافة كنا بنلعب اربعة تنين ثلاثة واحد ايو بالزبط كنا بنلعب دايما بنعتمد حمدي وعمر السلية تقريبا بنسبة كبيرة وطريق حمد اللي احنا عشان كنا ساعات طريق بيلعب وساعات لقا ايوة وكنت تلعب بافشة الست ايام اللي كنا بنلعبهم كنا دايما بنغير اللعيبة كلها كان بتلعب بتلعب مباراة وبتروح بتغير تلاتة اربعة المقش اللي بعدين احنا المباراة الوحيدة اللعيبنا بيها بتلاتة في نص الملعب كان افشة موجود هو التالت في نص الملعب وطريق حمد كان مباراة توجو في توجو كسبناها تلاتة اه لو تفتكر يعني اي اي عايز اقولك لازم اللعيب التالت بتاع نص الملعب يكون مختلف يكون لعيب عند رؤية يكون بيربط بين خط الوسط وخط الهجوم طب انت شايف مين اللعيب ده اللي ممكن يقدي ده بص هو مع ميسر كروش روحا دي مش هتحصل يعني بس انا بشوف لو هو مصامم على القطاريب اربعة تلاتة تلاتة انا ما عنديش مشكلة فيها بس انت عندك اه محمد ابراهيم لعب اه سراميكا لعب الزمالك السابق يعمل تمانية كويس اوي ولو شافه في التلات اربع مطشاط اللي هيتلعبه في الدوري ممكن على فكرة انا عايز اقول ان فيه فيه ان فيه مثلا امام عشور ممكن يلعبها اه اه زيزو ممكن يبقى متواجد في انت دي اه عالفكرة محمد ابراهيم زي ما انت قلت عالفكرة احمد عبدالقادر لعب الاهلي العيب برضو ممكن ممكن يعملها عايب كويس عالفكرة كل اللي انت بتقولهم ايه وقابشة نفس الشيء ام كل اللي انت بتقولهم ايه يا خالد عندهم الرؤية وعندهم اللي بيحبوا يستلموا الكورة ما انت لازم برضو وقت من الوقات لازم انت تعمل استحواز انت ما بتعملش الاستحواز اه انت الماضش اللي فات بدأت بمحمد صلاح نحيكي لمين ومصطفى فرويت ومرموش وبدأت مين النني هو اللي هو ايه هو اللي فتة وحمد فاتح يمينه ويه السلية شماله جيت بعد البيئة 16 بالزبط ربع ساعة وروحت مغير رحت مودي صلاح فرويت وودتي النني هو اللي يمين ورجعت حمد فاتح والتمس سير دي با كيف وبات المسافات والحلول عندك مش هي يعني منتخب مصر طبعا قدى بصراحة اللعيبة عملت اللي عليها بصراحة وانك تلعب مباريات يعني انت شايف الوصول للمباريات هاي ده شغل تدريبي ولا شايف ان ده روح لعيبة لا انا شايف روح لعيبة ورجولا من اللعيبة واسرار من صلاح واللعيبة عشان صلاح حاجات كثيرة جدا تبش في المنطق ده انها من ناحية الفنية لا مع استرامي انت ما تيجي تبصيلها من ناحية الهجومية تجيب اربع هداف في البطولة كلها وانت لعب اكتر عدد مباريات او اكتر عدد وقت بتتكلم في طيب عدد الفرص معالش يعني خلينا نقول خلينا نكون واقعيين عشان برضو في ناس ما بتحبش الصراحة شوي ده معالش كابتن طري برضو انت كنت المدرب العام مع كابتن حسان بدري ايه 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 اللي اختلف ايه اللي شايفه اختلف يعني فيه لعيبة مثلا اما شفناها في ماشرات كتيرة انتوا كنتوا تعتمدوا عليها برضو شفناها انها يعني مش على قدر المسؤولية وفيه لعيبة تم اكتشافها جديدة تمام مين اللعيبة ومسلا ابو جبل ما كانش في حساباتكو يعني في في ماشرات كتيرة جدا طبعا الشناوة كان مراواحد في ساعتها مين اللعيبة اللي فاجئتك ومين اللعيبة اللي انت ان كنتوا حطين عينيكم عليها وحطين ان انتوا يعني كده كده موجودين لا انا كلمت معاك قبل كده وقلت لك اللعيبة اللي كنا حطين علينا عليها بصراحة كان عمر كمال عبد الواحد كان موجود كان محمد عبد المنعم كان موجود مم بص سيبك من احنا محطين عليه خلي بالك الظروف خليت ابو جبل يلعب اه طبعا بشكل كبير الظروف خليتنا حمد عبد المنعم يلعب بزبط وقدت بشكل كبير الظروف خليت عمر كمال عبد الواحد يلعب وقدت بشكل كبير خلي بالك هو تحسب لمستر كروش ان هو خلى اللعيبة الاحتياطي والاساسي كلهم في مستوى واحد. مزاي صح. اي واحد فيهم ممكن ينزل يلعب اساسي. وده الحمد لله والشكر الله ان اللعيبة اللي كانت بعيدة عن الصورة اديت وخدت مكانها وبعت لعيبة دولية في وقت قصير. مهم جدا. يعني انا قدر الله انت كنت بتقول مثلا ايه الوانشي واحجازي. عندك مشكلة لو مين غاب? هتخاف تدي عبد المنعش. ايام نحن يعني. مين ايامك انت انت فجئت بيه في البطولة? يعني مين ايامك قلت ايه ده? ده مستوى تطور بصورة كبيرة جدا. غير ما كان معنا. مين مسلا يعني شفتو كده? شفت في البطولة العربية. اه. عمر السولية في البطولة العربية. يعني عمر السولية في البطولة العربية كان افضل من ما كان معاكو. كان لأ عمل عمر السولية عمل في البطولة العربية انا شفته لعيد مختلف في كل حاجة. اه. بس في البطولة الافريقية مش هو برضو. اجهاد واثوبة. حتى هو النهاردة مع النادي الاهلي اه خلي بالك برضو اللي يقفعونه عادي يبقى عامل السين والمجهود الكبير اللي عملوا اللعبة دي خلي بالك انا اقول لك حاجة عشان الناس بغض يبقى عارفة اوع تفكر ان فتوح هيلعب مباريات الزمالك هو هيبقى فتوح بتعجب السفر ويوع تيجي عليه ويوع في السوشيال ميديا تقول كذا مش فتوح بس فتوحه محمد عبد المنعم والوينش وابو جابل وابو جابل ابو جابل حارس مرمى متماسجة بس اكيد هيجي في جون مسما يعني والناس هتبعطف المخة يعني اه انا بتكلم كمان اخالد على الاداء وعلى التركيز وعلى الروح حقيقي يعني بس مش برضو بنفس عشان كده بقولك ايه لازم المدربين ولازم الناس اللي بتقعد تفكر تفكر دومانتك شوية يعني 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 يبقى عارف ان اللعيد ده بشر وبناء ادم تمام وما يتعجلش عليه عشان تاخد منه اللي انت عايزه انما لو انت شفت في مطش او مطشين ايه ده مش هو ده اللي كان بيلعب لا ده كان مش ده بدأ لعبه صعي 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 وحصلت مع لعبه كتير جدا طبعا صبعا اساسا ما بتلعب في كاس الامم والاضواء والدوافع والقصة مختلفة بس ان شاء الله بإذن الله يرجعوا ويقسروا الدنيا في نادي زمالك ان شاء الله شكرا كابتن طارق كابتن طارق مصطفى شكرا نجمينات الزمالك ومداري المنتخب مصر السابق طيب الكنغولي نادالا هيكون هو حكم لقاء مباراة الزمالك القادمة امام بيترو أتلاتكو الأنجولي المباراة تقوم يوم السبت الساعة 6 في استاد القاهرة الحكم نادالا ويعونه مواطنه أوليفر سفاري ده مساعد أول وسليماني أمالديني ده من جزر كمر مساعد ثاني ومحمد عثماني من جزر كمر حكم رابع طيب يعني معنى كده جماعة معلش يعني أنا كان عندي علم أن من المفتوق مفروض من دور المجموعات هيبتدي يكون فيه تقنية فار من دور المجموعات اتقلنا الكلام ده تقنية الفار موجودة من دور المجموعات ودي مشكلة كبيرة جدا هل معنى كده أن دور المجموعات مفوش تقنية فار لأنه مراقب المباراة جيزات من أثيوبيا ومنصق عام أليكسندر أسانتي من غانا ومنصق أمني موسى جامي جامبيا ومنصق ألامي مصطفى تنطوي من مصر ومنصق كوفيد تسعتاشر هاني الشهيدي من مصر ده معنى هكده يا جماعة أن ما فيش تقنية فار في مدشاط دوري المجموعات وأنا من وجهة نظري كارسة الفار بقى شيء مهم جدا في عالم كرة القدم لعبة الزمالك شغالين تدريبات على ملعب دريم وطارق حامد وحازم إمام بيعملوا تدريبات تأهيلية يعني ويعاني طارق حامد من إصابة بكدمة في الرجبة يعني لغاية دلوقتي أنا مش فاهم موضوع الكدمة في الرجبة بتاع الطارق دي لأن طارق بقاله دلوقتي بالضبط أربعين يوم ما بيتمرنش مع الفرقة وما كانش كمان بيلعب في كاس الرابطة فمعقولة هل الكدمة هتقعد أربعين يوم وهل معنى كده أن الطارق مش هيلعب المطش اللي جاي كارتيرون بيقود تقسيم تقسيمة قوية للعبين وأيضا نروح لنادي الزمالك موليد 2001 اللي تعادل النهاردة مع النادي الأهلي زي ما قلت لكم بارح موليد 2003 كسب النادي الأهلي 3-0 وموليد 2001 النهاردة رغم أن احنا عندنا معظم لعبتنا ما بتلعبش وفيه لعيبة كتير منهم راحوا إعارات حتى في 2003 فيه لعيبة راحة إعارات لأندية في الدوري الممتاز لكن النادي زمالك ظهر بشكل جيد جدا وكسبان واحد وانتعادل النادي الأهلي ومحمد ثابت مدير فني صديق العزيز كابتل محمد ثابت ومنتصر الجدائي أيضا اتنين كانوا زمالي فريق تحت 18 سنة واحمد زكريا مدرب ومحمد عبد جواد ميشو ومدرب حراس مرمو وحمد يوسف إداري وصفة عزب العلاق طبيع ورفعة حمدي مهامات أو قط اللبس نروح لاتحاد الكورة وده خبر غريب بالنسبة لي شوية بيقولك اتحاد الكورة يدرس تقليص عدد المحترفين في الدور الجديد بعد توصية كيروش كيروش قالك إن فيه أماكن كتيرة المحترفين واخداها حاجة بضحك يعني لأن وفي أوروبا عمتا وهو رجل بورتغالي يعني المحترفين بالعشرة وبالتنشر وبالتلاتاشر واحنا مية وعشرة مليون يعني فخمس محترفين أشايفها عادي نمرة اتنين بقى كارلوس كيروش أساسا فضله شهر ونص لما وصلش كأس العالم مش هيكمل يعني كارلوس كيروش عقده بيفسخ تلقائيا في عقد إذا لم يصل لنهائيات كأس العالم وبالتالي إن احنا بنفكر الموسم الجديد إن احنا نقلص عدد المحترفين على أساس توصية كيروش طب هو كيروش طب هو كيروش موجود أساسا طب أنا موافق يعني نلغي المحترفين خالص بس أهم حاجة يكون عندنا طبعا فرقة في كأس العالم منتخب مصر يصل كأس العالم لكن احنا بنصطبق الأحداث لسه بدري قوي على الكلام دوت احنا بس نركز الأول في مطشط السنغال ونوصل كأس العالم ونبقى نفكر إزاي بعد كده نقل المحترفين ولا نزود المحترفين ولا نخلي المحترفين زي ما هم خصوصا كمان إن من المفترض إن كل دول العالم مفيش حد بيقل المحترفين خلاص يعني أقل دول العالم فيها خمس محترفين على فكرة مفيش حد أقل من كده وكل الفرق الأفريقية نهارده السعودية وصلوا ثمان محترفين السعودية وفرقيتها وصلت كاس عالم على فكرة ثمان محترفين يعني زودوا للمحترفين في تونس مثلا فريد ترجي فيه سبع تمن محترفين شقولك مش عارف خمسة من الجزائر على اربع من مش عارف من ايه يعني كده يعني تلاتة من افريقي احنا انا فاكر زمالك بيلعب الترجي كان فيه سبع تمنية من الجزائر ومن القرى الصمراء يعني فمش عارف ايه الهدف و ايه المعنى ونروح لكيروش هيغادر القاهرة غدا الى البرتغال في راحة سلبية لعدة ايام قبل ان يعود مجددا استعدادا لمباراة السنغال تحاد الكرة بيبدأ معسكر السنغال يوم 18 مارس بدون لعبت الاهل والزمالك اه وبعد كده هينضموا يواحد وعشرين وهو موعد الاجندة الدولية الرسمية بما يتيح للمنتخب تحقيق اكبر استفادة من المعسكر باذن الله تريزي جي ينتقل الى باشاك شير تريزي جي المتقلق الموسم الماضي مع عسلون فيلا ولكن اصيب بالرباط الصليبي وابتعد لمدة 8 شهور عاد مرة اخرى من خلال منتخب مصر انتقل لمدة 6 شهور على سبيل اعارة حتى يستعيد مستوى في فريق باشاك شير في الدوري التركي منى التوفيق لنجمينة تريزي جي وان هو يطور مستوى عشان يكون ده في صالح منتخب مصر ان شاء الله ويكون لعب مؤثر في مبارتي السنغال باذن الله كلوب كمان استقبل محمد صلاح وقال كلوب في تصريحات ان محمد صلاح محبط جدا وده طبيعي ومنطقي لكن اول حاجة الهالي انا جاهز وعايز العب والاهم دلوقتي ان انا بعمله استشفى وان بكرة هنشوفه وصل لمرحلة ايه ولو كده ممكن يكون متواجد معنا يوم الخميس ومطش ليستر سيتي وقال ان ساديو مانيه اللي عمله حاجة كبيرة اوي لبلاده ان اول مرة يفوز بكاس الأمم الافريقية بلاده وطبيعي ان انا اسيبه يحتفل مع شعبه اللي سعيد بالبطولة وان ده انجاز عمله تاريخي فلازم اسيبه ومش اقول له يرجع لكن هو يعني خلاص هيرجع بكرة بالليل وطبيعي ومنطقي انه هيرجع بكرة بالليل مش هيكون جاهز ولا هيلعب مطش ليستر سيتي اللي هيكون يوم الخميس بإذن الله وقال ان محمد صلاح من اللعيبة الرجالة ولعيب قوي جدا وان شاء الله هيكون لعب مهم جدا معنا المطش اللي جاي والمطشات اللي جاية بإذن الله وسعيد بعودته مرة أخرى دي كانت كل حاجة عندنا تعالوا نطلع عليه فاصل نستقبل كابتن كبير كابتن حمادة عبداللطيف حاوي الكرة المصرية الله بي مستوى فني وبدني مميز وروح قتالية استحق عليها نجوم الزمالك الدوليين كل الشكر والثناء بعد مشاركتهم المؤثرة مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا التي أقيمت بالكاميرون وحقق خلالها الفراعنة الوصفة وتألق نجوم الزمالك الستة بقميص منتخب مصر في كأن بداية من تعملق الحارس محمد أبو جبل الذي أبهر عشاق الكرة الإفريقية والعربية وكان بمثابة السد المنيع على مدار أربعة مباريات في حراسة عرين أحفاد الفراعنة بالعرس القارية كما كان لمحمود حمد الوينش دورا بارزا في تحقيق منتخب مصر وصفة الكان وبلوغ المباراة النهائية حيث كان كالصخرة التي تتحطم عليها أحلام مهاجم الخصوم على مدار مشوار الفراعنة بالمسابقة والرجول المفرطة التي سيطرت على أدائه رغم الإصابة ولم يختلف الحال كثيرا بالنسبة لمحمود علاء رغم قلة الدقائق التي شارك خلالها إلى أنه كان على قدر المسؤولية ونال ثقة البرتغالي كيروش المدير الفني للمنتخب القومي أما أحمد سيد زيزوف كان الرجل قلب الموازين مع حلوله بديلا في كل مباراة من مباريات مصر بالكان وكان بمثابة شعلة النشاط التي تدب في صفوف الفراعنة فور نزوله فضلا عن امتيازه في تزديد ركلات الجزاء الترجحية ونجاحه بنسبة مئة بالمئة في المرات الثلاثة التي صدد خلالها أمام كل من كوديفوار والكاميرون والسنغال وأثبت أحمد فتوح أنه الظهير الأيسر نمبر ون على مستوى قارة إفريقيا بأداء مبهر هجوميا ودفاعيا في مباريات صعبة واجه خلالها نجوم كبار من أصحاب الأسماء الرنانة في الدوريات الأوروبية إلى أنه أحكم سيطرته عليهم وحد كثيرا من خطورتهم كذلك إمام عشور رجل المواقف الصعبة والذي قدم مبارتين للتاريخ أمام كل من الكاميرون والسنغال في مبارتين نصف النهائي والنهائي شكرا سداسي الزمالك الدولي أثبتتم جدارتكم التامة بتنفيذ منتخب مصر وكنتم سببا فيما وصل إليه أحفاد الفراعنة في البطولة القارية أنتم الأبطال ورجعنا لكم مرة أخرى وأخيرا أصدل السطار على البطولة الأفريقية وضيفي كابتن كبير كابتن حمد عبداللطيف قبل ما أرحب كابتن حمده وأتكلم معايز بس أقول كل الجمهير زمالكوية المصريين طبعا ولكل أهالي جمهور نادي زمالك اللي توفاهم الله من سنوات فاتت العشرين شهيد اللي توفاهم الله وهم داخلين مغرات أمبي طب أقول من هنا ربنا يرحمهم يا رب ويجعل جنة مكانهم ويصبر أهلهم ودايما فاكرينهم ودايما مش نسينهم وكل ما بيجي يوم تمانية فبراير دايما بنفتكرهم وبنتذكرهم ودول ناس بتحب نادي زمالك وجانوا جاييني شجعوا نادي زمالك وحصل حصل ربنا يرحمه يا رب وبتمنى من كل واحد بيسمعني الوقتي انه يرى لهم الفتحة ويدعي لهم بالرحمة والمغفرة كابتن خالد زي عملي كويس كله تمام الحمد لله انا برضو بضم صوتي ليك ربنا يرحم العشرين شهيد اللي هم توفوا وربنا يصبر أهلهم وبنقول لهم دايما فاكرينكم وعمرنا ما هننساكم انتو ناس كنت رحين تشجعوا ناس بتحبوا لديكم فرحمة الله عليكم جميعا وربنا يغفر لكم ان شاء الله اصبحوا ايقونة ايقونة الزمالك طبعا 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 ناس صحيح ناس جميلة ربنا يرحمها ويغفر لها زنوبها صحيح ربنا يرحمه يا رب كابتن حمده اسدل السطار على البطولة رأيك كده في البطولة من اولها الاخيرها بحلوها بمرها بتفاصيلها بزروفها بأداء الفرق فيها بالمفاجآت اللي حصلت رأيك ايه بصنا هتكلم طبعا على منتخب مصر لو طبعا المنتخب اللي همنا ومنتخب بلدنا محدش كان متوقع ان منتخب مصر ممكن يوصل نهائي لكن انا شايف ان روح اللعيبة واسرار الرعيبة وتركزهم ان هم عايزين يعملوا حاجة لبلدهم كانت من اسباب الرئاسية ان منتخب مصر لعب نهائي منتخب مصر اخرج ساحل العاج المغرب الكاميرون ولغات لما وصل من نهائي مع السنغال لعبنا وقت اضافي في اربع مرياض فطبعا كان بحمل تدريبي وحمل بدني مكسف جدا على منتخب مصر انا بحيي اللعيبة كلها وبحيي الجهاز الفني رغم ان ممكن يبقى فيه لنا تحفظات على مثلا مستر كروش لكن انت ما حتيجي تقيمه برضو حتقول ان هو وصل بالمجموعة دي لنهاء افريقيا وخرج بضربات الجزاء اللي هي ضربات الجزاء الحظ زي بقوله فطبعا انا بهني اللعيبة وبهني الجهاز الفني طبعا لكن فيه يعني ممكن نقول احنا ما يعني كنا بنلعب وقت اضافي كتير ليه ما برضوك لازم يعني نفكر يعني انت عملت جيم كويس او في الماتشات دي كلها تاكتيكيا ودفاعيا بس ما كانش عندك فعالية هجومية وده اللي كان بيخليك دايما ايه اللي انت بتلعب وقت اضافي وبتدفع كويس وبتعب في النص ملعبك كويس بس مش قادر تجيب جون انت جايب اربع اهداف في سبع موريات دي نسبة ضئيلة جدا كمان كمان اربع اهداف في سبع موريات اه اه طبعا اربع اهداف اه ده فنزت بوبكر الواحد وجاب تمانية انا بقولك اربع اهداف في سبع موريات فانت كنت تاكتيكيا دفاعيا منظم اه لكن هجوميا ما كانش لك شكل وده اللي دايما اللي احنا نعتمد اللي احنا نلعب وقت اضافي وندفع كويس ونقف النص ملعبنا كويس وبيجي بعد كده كان الاعتماد على ابو جبل في ضربات الترجيح بردك احنا عشان عندنا ماتش السنغال جاي فلازم يبقى تقييمنا موضوعي احنا قوي صعداء بالمنتخب انه وصل وادة وبيدفع كويس وعندنا اتنال حراص مرة معلاء على مستوى السنوة بدأ وبعد كده كمل ابو جبل اللي هو احسن حرس مرمى في البطولة لكن انت هجميا انت فين كده محمد صلاح هدفين هدفين وطريسجي هدف بس كده الاربعة في سبع مرات بس كده اه فانت عشان الهجوم عندك يجيب اربع اهدف في سبع مرات فيبقى عندك لازم تعرف ان فيه قصور هجومي عندك انا اعتقد ما فيش بطولة ما فيش بطولة كان لا اقل لا ما فيش بطولة كان هدف منتخب مصر فيها جاب هدفية اعتقد يعني اعرفش اعزوا معي كده يعني قصدي في البطولات الاخيرة دي لا كلكم بتجيب اربعة جبان وخمسة وكده اه 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 بطولة عشان 19 جبنا اهداف قليلة جبنا برضو بس دي بقولك انت جبت اربع اهداف بس فمعنى كده اللي عندك كسور هجومي في النواحي الهجومية انت اقلق دافع كويس وعندك حدث مرمى كويس او اتنين حراس مرمى الشناء وابو جابل اللي كامل واحسن حرس مرمى في البطولة ابو جابل طبعا لكن هجوميا انت مش موجود فلازم معالجة النواحي الهجومية دي قبل مطش السنغال اللي هنالعبه هنا والمطش التاني في السنغال في دقار ازاي انت تكسب ازاي تعرف تخلص الجيل بدري دي مشكلة جبيرة اه طبعا ليه بقى ان انت المطش اللي هنا ده مطالب تجيب جوان على قل هدفين على قل وميخشش فيك حاجة بالظبط انت ادفاعك كويس ولازم جيب هناك برضو انا بقولك انت ادفاعك كويس وعندك حراس مرة مميزين ونص ملعبك كويس بس هو نص يعني نص الملعب لعب بطريقة خطأ بس احنا عشان من فرحتنا بالمنتخب احنا بنعدي دور لا نوصل بنعدي دور نوصل بنعدي لغاية لما وصلنا النهائي وخرجنا طبعا مش عرف من النهائي بدربات جزئة بس لازم ايه يعني ما هتلعب تلاتة في نص الملعب التلاتة اللي لعبه لنيني والسلاية وحمدي فتح حمدي فتحي اسلوب واحد في طريقة اللعبة انت عشان تلعب التلاتة حيبقى لحمدي فتحي لنيني واحد موجود وقلنا الكلام ده قبل كده زيزو لازم يكون ناحية المين كان عمل جابها مع عمر عب واحد ومع محمد صلاح طبعا والنحية التانية ممكن السلية ناحية الشمال ده تشكيل اللي كان مناسب لطريقة اربعة تلاتة تلاتة زيزو كان هيعمل شكل كويس دفاعيا مع عمر كملعب واحد او مثلا امام عشور بالمطش النهائي لا انت عارف كمان امام كان لازم بيبقى له دور في نص الملعب من الاول مطول اخو بس انا عجبني منازل امام عشور بس انا دلوقتي بالله بتكلم كان مواطم مصري مش بتكلم على ده الزمالكاوي ده اهلاوي زي ما عجبني السلية السلية برضو بعمل بطسات كويسة او حمد فتحي والشناوي انا باجي هنا خالد ايه بنتكلم كورة اه منتخبنا بعد كده الدور يبدأ بقى اكيد انا زمالكاوي اعيذ الزمالكي كسب الاهلي والاهل اواعيز الاهلي يكسب الزمالك ده شي طبيعي بس اهمي حاجة نحترم بعض نتكلم في كلام الموضع اقولك حرب صراحة نتكلم في المطقة نتكلم في خطر اه عمل مطشات كويسة بس انت المشكلة اللعيبة التلاتة بتاع نص المال عبدان كان اللفعونهم بيدفعوا بس يعني يعني بيدفع بس تخيل انت بتلعب مسلا مع السنغال ما جالكش فرصتين على بعض كرة محمد صلاح وكرة محمد انت ما جالكش كل المطشاط السابعة ما روحتش بانفراض حتى الانفراض الوحيد اللي جالك كان خطأ اللعب رجح غلط محمد صلاح جاي عدي من الحارس قنانة ده معرفش يعدي ده الانفراض الوحيد اللي جالك في البطولة كلها بصة خليل لما رجي نقيم انت مروحت بانفراضات ليه ما هجمتش كتير ليه عشان انت متحملش تحول لأ عشان ما عندكش صانع لعب ما عندكش صانع لعب لعيب الكرة اللي بيقف على كرة وصل لكرة محمد وصل لكرة مصطفى انت استبعدت افشة لما ان انا قبل كده قلت افشة وطارق حامد كان لازم يكونوا موجودين واتمنى الفترة الجاية يبقى طارق حامد يبقى لي دور ويرجع وافشة يبقى يكون موجود او محمد ابراهيم لعيبنا المعاقب في عسربيك شاف ان افشة ينفع في المتخد؟ ينفع طبعا افشة لعيب كرة هيقف على كرة هيباصي حتى لو مش هيزهر طول المطش هيعمل لك بس تين تلاتة بجوان انت احنا ما وصلناش يا خالد ما بتوصلت تلاتة بتعرص الملعب ادو اداء عالي جدا بس دفاعيا ادو اداء عالي دفاعيا وتاكتكيا عبدالله مليعب ماشي عبدالله كله عن افشة ماشي بس عبدالله مليعب كان وحش المطشين ماشي كل لعيب معرض ممكن تبقاش في مستوات بس انا اختر الاختراط الصح عندك ما اخدتش صنع لعب خالص صدير عبدالله السعيد ولعبته اجزاء بسيطة ومكملتش بيه ممكن كنت اخد ابراهيم عادر يعني انا شايف مسلا احمد لعب قادر لعب كويس بس لسه لكن اما يكون مسلا هتفقد لبن احمد لعب قادر وافشة لا يبقى افشة اللي موجود رجلو في الملعب ولعب اكتر ولعب مع المنتخب عنده خبرات احنا بنتكلم بعيد عنها بس خاليس لحظة واحدة بس نا بتتكلم كرة قدم انت عشان تكسب فيش خبرات انت عشان تكسب فيش خبرات بعد عب منعم وعمر كمال عبدالواحد وامام عشور ومهند لاشين وكل اللعيبة اللعبة دي ما تقوليش بقى خبرات لا فيه خبرات خلاص بك طب ازاي ما اللعيبة دي ده محمد عمينم احسن سدقات في البطول ومدافع كويس ده ما لعبش بطولة افريقيا الاندية بس لعب كويس ومدافع كويس ماشي فيه خبرات خبرات ايه واحدة واحدة خبرات ايه خبرات هيا ليتكسبك خبرات اللعيبة بتقف على كرة، الخبرات اللCH هندهما صناعة لعب الخبرات اللعيبة اللافته بتهدي في اللاعب اللي عندها صرعات اللي عندها مهارة المراوغة دي الخبرات اللي موجودة اللي انت ممكن يكون فيه فيه مسلا في ماتش السنغال لو عندك الخبارات دى كات موجودة كنت ممكن تكسب لكن ده مكنتش بتهاجم انت بتهجم انت اح تهاجم از takeaways وعشان مش قادر مش حدر مش قادر قدر اتحول ويوصل المهاجمين زي محمد صلاح ومصطفى محمد ومربوش او ترزجين. انت شفت مصطفى محمد مصطفى محمد المهاجم بقى بيزل نص ملعب بيدافع. عشان محمد صلاح ما بيرجعش. ماشي او كده. الراجل قال له ارجع مكان محمد صلاح. ما فيش مشكلة. ما فيش مشكلة بس انت لو عندك صنع لعب كويس كان موضوع اختلف. لو عندك حد كان زي افشة او محمد ابراهيم او عبدالله السعيد كان في مستوى. ما كنتش هتوصل للوقت الاضافة لكل المتشاط دي كلها. ما انت مش عارف تجيب جول عشان كده انت بتدافع بس. وربنا يكرم ابو جبل ويصد الدربات الدربات الجزاء وناس عدد. ده اللي بتكلم فيه. طب هسألك سؤال. فضل. هل هل الطريقة دي مناسبانة? احنا وصلنا النهائي. مش مناسبانة. يعني الاربعة اتنين تلاتة واحد طبعا. لان بس. واحد زي طريق حامد في نص الملعب. وحط بقى جنبه النينة. حط جنبه الصلاية. حط جنبه الحمد فتحة. يقفلو لك نص الملعب. ويبقى عندك صنية لعب اي ان كان هو مين? ام. افشة. محمد ابراهيم. ابراهيم عادل. اي حد. وعندك الاتراف هم هم. محمد صلاح موجود طبعا. الناحة التالية او رمضان صبحي او مرموش. بالترتيب كده. اه. انت معجبكش مرموش او. اه معجبنيش. او رمضان صبحي او مرموش. اه. ومصطفى محمد مهاجم والبديل بتاع محمد شريف. لازم يكون حد بيعرف يلعب الفرقة. اه. انا مش بدافع بس بقطع الكورة. بعد بقطعت الكورة. اعمل واحدة طويلة. طويلة مع العجسام اللي عالية. سواء السناغال ولا الكاميرا ولا مسلس احل العاج ولا المغربية الكورة عالية. مدافعين بياخدوها. ما شفناش جملة عملت. ما انت مش هتشوف جمال ولا هتشوفوه. ربنا سطر علينا. ام. بعد حتى اصابت حجازي في الكورة السابتة. طبعا. ده ده اطوالة السنغال والكاميرون. طبعا. والمغرب. طوال جد. يعني اطوال وجات علينا كورة خطيرة جدا. في التلات ماتشاط. منت عشان ما فكون. بالدماخ. بص يا خالد اما تكون بتلعب فرقة. فيها اطوال. ومميزة في الكورات العرضية. لازم تلعب الكورة عالارض. لازم تخلي الكورة تتحرك. تشتغل. انت ما عندكش حد اللي حرك لك المجموعة دي. يعني ما عندكش يصنع لعب. ما عندكش حد بيرسم لك هجمة. ما حد بزيش مسلا بيتحكم في رتم اداء. احنا عندنا تلاتة كويسين اه في نص الملعب. بس دفاعيا. بيقولولي حتى ماتش كوبر. اه. تلفين وسبعة عشر. ام. جمنا خمس تجوان بس. نعم. وصلنا النهائي برضو. وصلنا بس. اه وصلنا النهائي برضو. جمنا خمس تجوان مع كوبر. نعم. ان هو كان طريقته دفاعية بحتة برضو. بس كان عندنا عبدالله بيوصل. بس كان عبدالله لسه في عزه. لسه في عزه ومستوى. انت لازم تستفيد من الاخطاء اللي احنا اخطأناها. اللي انت عتلعب تاني. تلاتة في نص الملعب. العب تلاتة مفيش مشكلة لو عايز تلعب. بس ازاي الادوار. الدور مثل لو طريق احمد خده يبقى طريق احمد اساسي. لو طريق احمد مش موجود يبقى النني او حمدي فاتح واحد منهم. علمني يبقى زيزه. وضع طبيعي. عالشمال السلية. او البديل بتاعه امها مشهور. او احنا الياه كابتن اه مصر طول عمرها عندها كده اماكن اه يعني اه يعني الف به يعني حراسة المرمى دي طول الوقت عندنا حراس كبار جدا. اه. ورقاس الحربة دي دايما مصر كلها ولادة. طبعا. طبعا. برقوس الحربة. بقى انت تلاتة اربع سنين. وصناعة اللعب كمال بلاي ميكر. اه. عندك في مصر يعني من زمان. اه طبعا. اشوف مسلا ايام مسلا كابتن فاروق عفر وكابتن حسن شحاتة. جي بعد كده مسلا دخل. وعلى ميهوب. علاء ميهوب. دخل حزم امام. دخل لطيف. دخل ابو تريكة. اه. دخل بركات. الناس دي. اه. دايما دي لعيبة كورة. اه. ما انت مهص يا خالد. لعيبة كورة. اه. اب سطار صبري طبعا. اه. لعيبة الكورة دايما هي اللي هترجح كفة اي فرقة. هاي اللي هتكسب. اه. فينا واحد دفاعية. اه. فينا واحد تكتيكية. في التزام من لعيبة. انت قالتك بسلا ان النني. وحمدي فاتحي والسلية. هيبقى دايما دولهم رجولي. وقوة. واداء. اه. لكن بقى المهارة اللي تحول بقى تصنع حاجة. لازم يكون فيه واحد مختلف. لعيب كورة. اه. كده. مهم التلاتة اللي لعبوا كلهم كويسين. هو قدوا كويس. بس قدوا اداء دفاعي. تكتيكية. سواء النني او السلية او حامد فاتح. ممكن اتنين يعملوا الدور دوت. وتروح لعب محطة واحد اللي هو رقم عشر اللي هو وصل على لعب. طب اقول لك حاجة بقى كتن. تحط طريق حامد. انت اصرح. طب خلي. يعني ممكن تحط طريق حامد. والنني مسلا. او السلية كان في اتنين ارتكاس في نص الملعب. كابت انت عملت تذكر اللي طريق حامد وهو الراجل مش هيجيب. انا بقولك انا بكلمها بكورة. انا بكلم فكري. انا بكلم بقى اللي هو الرجل. يا سيدي باش حط النني. وحط السلية اتنين. وحط قدامهم مسلا افشة ولا بريم عادل ولا محمد بريم ولا اي حد يبقى في مكانه ويبقى صانع القعب. يلعب الفرقة كله. تكري يا كابتن لو طريق حامد. ام. او بعض اللي عيبة تقلقت. ام. في ماتشات افريقيا اللي جاي دي. وفي ماتشين ثلاثة دوري. ممكن ياخد حد منهم? على حسب فكر الراجل. هل هو مش تبعيده نهائي. مش حطه في حساباته حتى لو مستوىك كويس. ما الاجانب دول كده. الاجانب ما تعرفلوش. ما لا. في واحد اجناب يقول لك لا. ده لو لعبه وبقى كويس. ام. احنا ما احتاجه. ارجعه. سيد مارك يروش تقول لا. فكره يقول لا. بس اتمنى ان هو يرجعه. ويرجعه هو وافشة. اتنين دول طريق حامد وافشة. اتمنى ان هما حتى يا سيدي لو مش هتبدأ بهم مسلا اول ماتش. هتحتاج طريق حامد في ماتش السنغال هنا. ام. مسلا يعني جنب النني والسلية والمجموعة دي. هتحتاج افشة برضو في ماتش هنا كصانع لعب. والمشكلة خالد انت ما عندكش حد يلعب الفرقة كورة. صحيح. يقف كده على كورته يطلع الباك اليميني يطلع يخش زيادة مسلا مع المهاجمين يعمل لحجمة. انت ما عندكش تعمل الكرة الطويلة وخلاص. وبعد كده ارجع اقطع دافعتها. ايه. وانتظر للوقت الاضافية خلاص عشان ابو جبل يصد ضربات الجزيرة. طيب اعز طالما انا كنت اكلمك في موضوع تاني بس جبتلي سيرة ابو جبل. ام. ايه رأيك? مش رأي انا ده رأي العالم كله ورأي افريقيا ورأي احسن احسن حارس مربع في البطولة. ام. ابو جبل حاجة مميازة جدا 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 وانا زعلت ان هو ما خدش احسن حارس. تنافس دلوقتي بينه وبين الشنوي? بص في فترة من الفترات حارس بيعلى عن حارس. ام. يعني قبل البطولة كان الشنوي عالي شوية عن ابو جبل. ام. دلوقتي بالكورة ابو جبل عالي عالشنوي. لكن اللي انت عندك اتنين حراس مرمى مميزين. يعني الاتنين مميزين الشنوي برضو قبل الاصابة كان متميز. يعني مطشاط السنغال اللي جاي دي. ام. لو فضل الاتنين حراس ده حارس الزمالي ده حارس الاهلي. هو بيلعبوا مطشاط والاتنين متميزين. حيفضلوا عالتقلق بتاعهم. اه. اه. متضمنش مطشاط الدوري فيها ايه. مسلا يفضلوا عالتقلق. عالتقلق. اه. لازم ابو جبل هو اللي ياخد. اللي يبدأ. يبدأ. لان هو اللي ناهي. مش معنى كده ان مثلا الشنو مش. لا هي كده هي كورة كده. كورة كده انت ساعة بتركب طول الوقت ومتواجد. اه. اه. في التاني بيجي عليك. اه. بينتهز الفرصة ويمسك فيها. فلازم تديله. وزي مش. ده العدالة يعني. ده العدل يعني. طبع زي مش النو هو اللي بدأ وكان كويس له للا الاصابة بتاعته. جات فرصة لابو جبل مسك فيها. بالزبط. وتقلق. هو احسن حارس مرمى في البطولة. فالطبيعي. اللي انت عندك حارسين مميزين. بس انا ممكن افكر. ايه لأ ابو جبل هو اخر مطشات عامل مطشات كويسة. ام. فابو جبل موجود والشنو موجود برضو. طيب لو عندك حجازي رجع من الاصابة. وسليم مليون في المية ورجع لعب اتحاد جدة. وعندك الوينش وعندك اه عبد المنعم. كولا واحدا الوينش ومحمد عبد المنعم. لا والله. طبعا. عشان حجازي هيبقى لسه صبع طويلة. لسه بردك لسه. يعني حتى لو برجع بليها باسبوعين ولا حاجة صعبة. لأ بردك انا عجبني محمد عبد المنعم جدا. طبعا الوينش طبعا لعيب مميز. لكن اه محمد عبد المنعم بالنسبة لي مفاجأة في البطولة. صراحة. لعيب كرة. ام. يعني مش المدافع اللي هو بشتت. وبيطلع الكرة عالية وخلاص. لأ بي وعنده سوقف نفسه وحادي وبينسكه الكرة بيبدأ هاجبة. لكن الوينش. وآآ محمد عبد المنعم. هما المستقبل اللي اربع خمس سنين جايينها بالنسبة للوينش وبالنسبة لعبد المنعم عشان اصغر. مستقبل الدفاع في مصر. الاتنين دول. يبقى دعناهم الاصابات يعني. طب هسألك سؤال بقى تاني. ايه سأل. امام عشور وعمر كمال. امام ليعب مطشو واحد بك رايت. اعم. بس الليعب على سادي ومانية. اعم. وعفكرة قدى كويس. طبعا. تمام. وعمر كمال طوال البطولة. ام. بعد ما اخد اكرم توفيق ربنا شفيع فيه يعني. اه 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 ادى مباراة كويسة جدا. ام. شايف مين شايفه اكتر. الحتة دي. بص هما الاتنين كويسي. ام. بس انا اتمنى عودة اكرم توفيق في المكان ده. عشان امام عشور يلعب في مكانه في رصة الملعب. وعمر كمال عب واحد يلعب مكانه مهاجم. لان دي ادى اداء كويس. مع ان انا شايف ان اكرم ده. فلو اكرم. يرجع يرجع دفندر. الله عكت. وحش في نص الملعب. وبيلعب بك رايت كويس ما قد ما تسكه. اه اه اه. برضك هو اثر برضك اه يعني يلولا تقلق عمر كمال عب واحد ومع ما عشور ماتش دفعت لكن برضك اكرم قوة دفاعية. اتمنى ان هو يا ربنا يشفيه ويش في كل اللعيبة طبعا. بس اكرم ما عندوش حتة الاوفر دي. يعني اكرم توفيق اه قوي اه سابت يلم بيباصم عشو ايه. بس عنده شوية برضو تهور في الحتة دي. والحتة اللي هو الاوفرلاب دي. انا شايف ان عمر افضل منه في الاوفرلاب يعني اللي هو بيروح اوفرلاب ويروح ويكمل ويرفع. في انت قصدي? عشان هو اساسا مهاجم. عمر مهاجم اساسا. بص يا خالد تمركز محمد صلاح ناحية المين? دايما. بيديش فرصة لاي باك ان هو يزيد ويعمل القراطة عرضية. بيبقى البت اللي بيلعب عايز يامن دفاعية لعشان محمد صلاح ما بي ايه. ام. ما بيدفعش. ام. انت انت شفت يا عمال دا كرات عرضية في المطسطات اللي فادل دي خالص? عشان كده مصطف الحمد يعني ما ستلوف. اه ما فيش. ممكن مسلا كرة فتوح اللي في النهائي دي اللي عملها. يعني مطشين في السودان. كده او كده. مطشين في كرتين في السودان كده او خلال. لكن انت التمركز بتاع محمد صلاح يعني حاجب الفرصة عن اي باكرايت ابن هو يعمل الواجب الهجومي بتاع بيبقى وجازه اكتر دفاعيا. بيدافع بيامن. كده. لكن لكن شايف ان امام او عمر لو واحد لهم الاتنين جاهزين. الاتنين قويسين والله. اه. الاتنين مميزين جدا صراحة. ممكن تلعب اي واحد فيه. ممكن اي حد فيهم. امام اه العيب عمد الشخصية. اه. اه طبعا. اه لا ما خالفش بيلعب وهادي. اه بس كان اول خمس دقائل. اه هي اللي عدت. اللي هو باع نفسه شوية فيها دي. مع الباكليفت. وده شيء طبيعي برضو. اه عادي. اه. لعيبة من احسن لعبها في العالم وهو ما بلعبش من اول البطولة. صحيح. واضي طبيعي لكن بعد كده ما امسك نفسه. اه صح. يبدأ هجمة كويس ويدفع كويس. وعمر كمال عب واحد عمل جيم كويس المتشاطة العمال اللعب فيها. اه. ادى ده راقي فيها. طيب هنا السؤال بقى كابتن احنا عندنا مطش الزهاب على ارضنا يوم اربعة وعشرين. اه. بصراحة ايه راق في السنغال? فرقة كويس. فرقة متميزة. احسن مننا كابتن. فرقة ككورة. اه. احسن مننا. بصراحة. خلينا نتكلم نقول الواقع. اه. هم كانوا هاجمين هم ضياع فرص. وكمجموعة كابتن. عندهم انتصار في نص. عندهم الدك كامل ده جدا. عندهم انتصار في نص الملعب كويس قوي. عندهم لعبة كرة كويسة قوي. خلينا نقول باكليفت ده حاجة. اه ايه ده? هيلة. اه. عندهم لعبة كرة. اه. عندهم رتكاس كويس. عندهم صناعة لعب. عندهم سرعات. هم كانوا افضل مننا. اه. يعني هم كانوا افضل مننا. خلينا نتكلم. عندهم حارس مرمو. حارس مرمو طبعا مندي طبعا. وكل بالي مزافة. لا. لعبة احسن مننا. بس احنا عندنا برضك لعبة كويسة. بس ازاي اللي انت بتاعف تلعبهم. تلعبهم صح. هتلعب اربعة تلاتة تلاتة. انتقل اللعيبة اللي هتلعب في المراكز اربعة تلاتة تلاتة. خلصات التلاتة بتاع نص الملعب. هتلعب يعيش تلاتة في نص الملعب. كلهم شبه بعض. لأ. لو ما عملناش ماطش. انا انا موجة نظري. انا احنا نتكلم كورة. طبعا احنا كلنا بتحب مصر. بلدنا. منتخب السنغال كفرقة اقوى من فرقتنا. تمام? لكن هل نستطيع ان نتغلب عليهم نستطيع? طبعا. بس نستطيع ان نتغلب عليهم بتاكتك. وبطريقة معينة وبلعيبة معينة. مابوسة. لكن عشوائي كده لا مش هنتغلب عليهم. مابوسة. عشان كورة القضبة خالد عشان تتغلب على فرقة. فيه تاكتك. دفاعي بتعمل. ازاي انت بتعرف تنظم نفسك وتعرف تدافع. فيه صناعة اللعب والقيادة في نص الملعب. فيه تاكتك الهجومي. فانت لازم تلاتة دول يكونوا موجودين عندك. مش اللي انا بدفع بس وخلاص. ما عندي لصناعة لعبة او ما عنديش فعالية هجمية. او اللي انا بهاجم ومش ما امن دفاعي او ما امن نص ملعب يفاكر. زي ما انت بتقول ايه? تقدر تتغلب عليهم. بس التاكتك الجماعي. التاكتك. برافو عليك. ليه يا كابتن? المنظم دي. ام. عشان ايه? انت بتلعب فرقة كورة. وده اللي انا بقوله. ممكن في لحظة هاجمة يجي في الجون. فلازم تبقى منظم. سواء في دفاعك. في نص ملعبك كل واحد عارف مكانه او ايه بيلعب فيه. والتاكتك الهجومي ازاي انت برضك تنتقي اللعيبة اللي هي الهجومية. اللي في تفاهم بينهم وبين بعض برضك وتدي لكل واحد اضوار. برافو عليك. ما تقوليش ايه ما تقوليش مسلا ايه? مصطفى محمد يرجع يدافع. لأ دور مصطفى محمد مهاجم. مهاجم عشان يعني عشان يجيب اهداف. مهما دفع مصطفى محمد والناس اتكلمت عليه. الناس هتقولك ده مهاجم ومجابش ولا جول. هو مظلوب. بس هو بينفز تعليمات. فلازم برضك الفكر يتغير. انا استفاد. هو ده بمعنى يا كابتن. ان مسلا انا عندي انا بقول ايه? ان عشان اتفوق على فرقة. افضل مني. ام. على فكرة ممكن فرقة الافضل مني دي. تنسى تلعب لها بعادي. اه. وتكسبني. ام. فهم اقول لان هي افضل مني. لو انت بقى. لو انت بقى. عايز تكسب فرقة افضل منك. ام. لازم تكون قاري الفرقة. طبعا اكيد. اه. التشكيل بيبقى مهم جدا. طبعا. والتغييرات مهمة جدا. طريقة اللعب مهمة جدا. طريقة اللعب. لان ممكن فرقة زي السنغال دي تلعب قدامك بقى ايه طريقة. ام. لو انت مقدرتش تجابهها يعني بطريقة او بلعب جماعي او باسلوب معين. لا هتكسبك. لان هما كافراد وكاكسام. وكاكوة. وكاكمان خبرات. ولعبها بتلعب اه. البقرات من بار ميونيخ. والليبرو من نابولي. والا قدامه من اه. 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 بالزبط اكابت انه. وفي اريال ومعرفش اه. مارسيليا. وابار ميونيخ برضو. في نص الملعب اه. يعني عيبها. بس خالد بس. عشان تكسب السنغال. لازم تهاجم. تهاجمهم. بس بتأمن نفسك في نص ملعبت. ودفاعية. ومع ده مشكلة في دفاع. اه. كل واحد. كل واحد دي ادوار. في ادوار دفاعية. في ادوار في نص الملعب ارتكاز. لكن انت لازم عندك الشراسة الهجومية. عندك الشخصية لا انا منتخب مصر. انا هنزل اهاجم. خاصة في المصر اللي هنلعبه هنا. انا نزل عشان اكسب. مش نزل عشان ندافع. ما ممكن يقول لك انت وكنا هتفتح. هنفتح. وهيجي في ناجوان. لا. مفيش حاجة في كرة القدم يا خالد اسمها تفتح الملعب او مفتحت الملعب. ساحة تكون مريم. خالد هي منظومة. ازاي. دهاجم مع بعض? اه اه ازاي وبتدافع. وبتدافع ازاي. اه. ازاي بتأمن نفسك ازاي دفاعيا. وم بتعمل الهجمة بيبقى انتشارك كويس ازاي وبتعملها بست سبعة لعيبة. ما انت بتهاجم لازم يبقى عندك زيادة عددية. اه. لكن هتعمل هجمة باتنين. ولا تلاتة مش حاجمة فيش زيادة عددية. زيادة عددية دي بتيجي ايه? من نص الملعب او منطرف من الاطراف المنحة اليمين او نحة الشمال. فازاي انت تكون منظة وانت بتهاجم بتعمل هجمة يعني هجمة هجمة. وازاي وانت بتدافع معا من نفسك وكل واحد عارف ضروق ايه سواء دفاعيا او تكتكين. كرت القدم كده. دافع كويس. امتلك كرة في نص الملعب وعمل استحواس كويس. عندك صنع علعاب كويس. عندك خط الهجوم. عندك سراعات. عندك مهارة. عندك وحب يشوت كويس. عندك وحب يلعب دماغه كويس. يا كرت القدم كده عشان ايه. مشكلتنا كابتن بقى. طارق مصطفى كان معي وانا قطنعت الكلام. اه. كابتن طارق قال احنا عندنا ندفع كويس جدا. ميش. وحراس مرمى عشر عشر. ام. وعندنا الخط الهجوم كويسين جدا. ام. ايه عندنا تريزيجي ورمضان صبح. ام ايش. وزيز وممكن لعب في الحتة دي. وعندك محمد صلاح ومصطفى محمد. وعندك يعني عندك محمد الشريف ومراون الحمدي. وفيه لعيبة تقدر تتضيفها يعني. هي مشكلتنا في نص الملعب. مشكلتنا في نصف الملعب. مشكلتنا مثلا انت ما بتلعب النني وحمدي فتحي وعمل السلية. التلاتة. ممكن اتنين. ان واحد دفاعية عندهم. اعلى من الهجومات. اعلى بكتير. وممكن اتنين يا خالد زي ما انا قلت لك في بداية الحلقة. اتنين. اه. يقوموا بالدور ما كانت تلاتة دور. واستفاد بواحد صنع لعب. مين حيلعب الفرقة? او انت ما كنت بتلعب يا خالد بن عريش يعني. انا مسلا كنت صنع لعب. فعادي يعني شغلي اللي انا استلب الكرة. ولاعب الفرودة. وطلع البجاء. وليك رؤية. ولاية رؤية كده. وانت مسلا ما كنت تلعب مش صنع لعب. انت بتلعب مسلا نحتش ملأ او نحتلمية. بزبط. محتاج لعيب كويس في نصف الملعب مسلا صبري. عشان ايه بصيلك. بزبط. بزبط. عشان وصل لكورة. عشان في لعب الكورة هتدي لك اه كورة في رجلو. خد يا خالد اشتغل اعمل مهاردك. في لعيبة عنده سرعة. ازاي جريء ازاي فضي له مساحة. ما حاجات دي اللي بيعملها ايه? اللي هو القائد بتاع نص الملعب اللي هو صنع الالعاب. دي الملكة بتاعته هو ربنا خلقه انت عندك رؤية كويسة. انت عندك مهارة كويسة. انت بتقف على على كورتك كويسة. عندك التمريرة كويسة. كل واحد ربنا ببديله دور. صحيح. انا انا مسلا كابتن. انا كنت اه مسلا عندي ملكة صناعة الهدف. ماشي. اكتر من احراز الهدف. اه. زي اه. اه مسلا حليم علي يقول لي انت عملتلي عشر تجوان. اه. كابتن جمال عب حميل مسلا قبل ما اعتزل. انا عملت له تلعة اربعة تجوان. هو ده ايه? ده اللي انا بقوله. ده دورك. ان الراس حربة لازم يتعمل له. ده دورك. عشان واحد بيوصل الكورس. ايه الفرق يا خالد بنصنع اللعب وصنع الهدف? صنع اللعب بيوصل الكورة من 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 منطقة لمنطقة وبيعنده رؤية ممكن يوصلها للأسيست اللي قبل الهدف على طول. اه. يعني صنع اللعب هو اللي متحكم هجوميا. شحيح. مايسترو. ازاي يعرف في لعب اللعبة هجومية. في صنع هدف. ده مختلف عن صنع. يعني كان فرجاني كده مع اه. فرجاني كان عنده صنع. اه. كان الميزة في طريق حامد. وفرجاني مع بعض ايه? مكملين لبعض. اه قوي. مكملين لبعض. هو هو اللي هو اللي النجح فرجاني. فايه? لو انت ما عندك سي صنع اللعب كويس. مش هي بعندك صنع هدف كويس. ما صنع الهدف ده. ازاي انت صنع اللعب ده بيوصل لك الكورة وانت مثلا بتعدي بتعمل بتاعك او بتعمل باص وان تو كده. ما لازم الكورة تطلع من نص الملعب صح. احنا في البطولة دي الكورة بتطلع طويلة. الكورة بتطلع بدون وعي. بدون قيادة. بدون راجل في نص الملعب فاهم وهو بتحرك ازاي. اه احنا بندافع. اه. طب ماشي بعد ما دفعنا. من عندي دور هجومي. صح? صح. ولا هدافع بس. احنا ماتش الاخيرة كابتن السنغال طبعا كلنا فرحانين بان هما رجالة. بس ماتش الاخير احنا كلنا كنا بنفقد الكورة بعد سانيتين. ليه? يعني كأنان ما نطفش. ليه? عشان بدنين نوعين. يأ. مش عشان بدنين نوعين. والا قنا نوعين يا كابتن. عشان بدنين نكونوا عين. ماشي عشان ما عندكش برضو النقطة اللي بنتكلم فيها اللعيب اللي بيقف على كورته وبيلعب الفرقة. اللعيب القائد في نص الملعب. اللعيب صانع اللعب. اللعيب الماسترو زي ما بيقولوا. اللعيب اللي هو بيتحكم في نتمن ماتش. اللعيب اللي انت اللعبية بتضيله القورة هي وثقة. انها هيخده القورة من خط الدفاع لخط النص هيوصلها لخط الهجوم. فانت ما عندكش. ابحث ده ما نخلي. هو ده الراجل جرب كابتن ماتشين عبدالله. ماشي ما هو غلط من البداية. وعبدالله ما ادلوش اللي هو عايزه. ما برضو انا ما اخدت استناع لعب واحد يا خالد. مم. يعني عندي افشة اخده. عندي محمد ابراهيم اخده. وخليه موجودين معايا. ما انت لعبت سبع ماتشات. اهو يفكر في ابراهيم عادلة. يعني ممكن تحتاج تحتاج مسلا اللعيبة دي. ما انت لعبت سبع ماتشات. يعني كده احتاجت اللعيبة. امام عشور جيم نين. ولعب النهائي. زبط. مهند. مهند. في اصابات وفي اقافات وحصل. صح ولا. فلان برضو انت محضر اكتر من حل. اش عندك حل واحد. انا عبدالله سعيد خدت عبدالله سعيد اهو لعب كبير وساء عبدالله كبر. خلينا نتكلم ودى منتخب مصر ودى النادي الاهلي ولعب كبير طبعا. خلاص دوره دوره عده وخلاص. دوره انتهى وشكرا انه يشكر. لكن عبص بقى ايه لحد صعد زي افشة. عبص محمد ابراهيم موجود. ابراهيم عادل مش وحش بس ابراهيم عادل برضو لسه 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 لسه. مش صنع لعب خلينا بس. اه 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 اه. يعني ايه بيعب نحت شمال يعني بيخش. الزبط اه. زي رمضان صبحي. لكن انت عايز الحتة المعلم اللي في نص الملعب. اه. القائد اللي في نص الملعب. اللعب اللي بيقف على كورس. ما عندناش دي كتير دور دي. ما انت بص اللي عندك خدهم. اه. مستبعدهمش خالص. يعني عندك مسلا ايه? محمد ابراهيم. شوفوا يا اخي. بس يا كابتن مهوم. عندك مسلا محمد مهوم بيلعبش كده. ما انت. هو اه صنع اللعب دي بيبقى موجود ما بتلعب باربعة اتنين تلاتة واحد. صنع اللعب موجود. يبقى موجود. لكن اربعة تلاتة تلاتة دي صعبة. بس يا خالد. اخدها مني كلمة. صنع اللعب موجود في اي طريقة. حتى لو في اربعة تلاتة تلاتة. شرط صنع الالعاب يبقى له رقم عشرة. ما يبقى ممكن هو صنع اللعب. ايه المشكلة. ما احنا كنا زمان كده. اه. ما انا كنا تانع ورد عبال. هفات ريت وكنا صنع اللعب. كان علاء ميهوب كده. اه. صنع اللعب دايما موجود. سبق اربعة تلاتة. دور علشان هو دي شغلته. اه. يعني دي شغلت مسلا ايه كان مسلا علاء ميهوب زمان. حزم امام. رضع عبال. الناس دي النجوم ابو تريكا بركات. هم درس اللعب. هم دول اللي حيلعبوك. في الاخر. ما انت في الاخر اه. بتدافع. ماشي. طب الكرة جات في نص الملعب. طب مين اللي حيوصلها للمهاجم. عشان تعمل هاجمة خطرة. اه. مش شرط صنع اللعب يكون له رقم عشرة بس. ممكن يبقى هف ليفت. هف ريت. واحنا اللي انا كنا بلاقيها في فرجاني بطريقة مش طبعية. لأ. يعني فرجاني كده تحس ان الكرة بيستلمها. بس هو ابتدى يبقى بطيق شوية في اخر اه. اه. سنة. ومراحة الدحيل بقى بطيق قوي مع المنتخز كمان. في بطولة العرب. لكن قابليها كان عنده حتة بطء شوية بس مش بطء بس ب ب ب ب راسي. عارف اللي هو ايه. بس. يستلم الكرة ويبص و هو اللي بتحكم في الرتن. بس يا خالد اي صنع اللي بيبقى كويس بيبقى كويس ليه. زي ما انت قلت في البداية ايه. عنده الرؤية كويس الريجان. تحكم في الرتن. والكرة هو هي جياله هو عارف هيتصرف ازاي واحد قراره. مش هستنى حوقف وحرقس وهعمل. انا الكرة جيالي شايف مين بيتحرك بحطها له. هي كده السهل الممتنع. اه. خلي بارك الكرة السهل هي اصعب كرة. اه. بس اما حاجة يكون عندك الفكر. اما حاجة يجون عندك الرؤية. اما حاجة تبقى حافظ طريقة اللعب اللعبة اللي معاك. فدي صنعة اللعبة هي المهمة. اه. بس انا اللعبة انا يعني زي ايه. زي الميسترو كده بتاع. في فرعة موسيقية. اه. تقدر تلعب بدون قائد اركستر اليهم. القائد اللي هو مثلا كان زمان احمد فوات حسن الله ارحمه والناس دي اللي قال. اركستر بقى هو اللي هو ده يعمل كده وده يعمل كده. ما هو القائد ده هو هو اللي بيحركهم. القائد ده دايما بيبقى هو الفنان. هو الموهوب. هو اللي عنده صناعة اللعب. هو اللي عنده الحلول. الحلول في ايه? في صناعة الهجمة. وفيه لعيبة عندهم حلول في انهاء الهجمة عشان بعد كده تتحول لاهداف وتكسب. وفيه عندك ناس عندها الحلول الدفعية اللي هي بتدفع كويس. كرت القدم كده منظومة. فيه ادوار متقسمة. اه. لكن من اهم الادوار فيها وانت بتهاجم صنع اللعب. ان هو ده اللي عيل عيب لك المنظومة. هلها كابتل نقدر نقدر. الصراحة يعني. اه. الموضوع الفاضل عليه بتاع عربعين يوم كده. اه. بس نسأل اه انا قوي. من الوصول لكاس العالم. يعني احنا لو لو انا بنقابل اي فرقة تانية غير السنغال. هيبقى فيه اه اه اكيد طبعا. بس اه الالة زاد. يعني اه هل احنا قادرين ان احنا نوصل? قادر طبعا. انت اخب مصر قادر على الوصول طبعا. مع شين واحد جاي. عندك لعيبة كويسة. خلي ده من يقول لك احنا مصر في في المطشط المجمعة افضل بكتير من مطشط لهاب واياب. وعندك لعيبة كويسة. بس برضوك لازم يبقى فينا واحد تنظيمية موجودة شوية. حتى لو لعبت باربعة تلاتة تلاتة. تلاتة في نص الملعب. ما يبقاش التلاتة زي بعض. شبه بعض. لأ. لازم يبقى حد مسلا نحية المين. مسلا زيزو. نحية شمال السلية. هتلاعب بقى مسلا النني او مسلا حمدي فتح الارتكاز الرقم ستة ماشي. يبقى حتى يبقى عندك ادواره جمية مسلا زيزو يعمل حجمة. مع مسلا مع عمر كمالة ولا اكرم توفيق ولا محمد صلاح النحية التانية السلية جاء عامل جابها. ام. مسلا مع تلزي جي مع فتوح. يبقى عندك تنوح. لكن نفس تلاتة شبه بعض. ام. هتبقى صعبة. هتدفع بس. ام. ام. هتبقى بتدفع بس. ام. ما بتهجم. توقع كابتن بعد ما شفت المستويات. ام. الكاميرون هتلعب الجزائر في تصفير كاسعالة. ان شاء الله الجزائر تكسب. متوقع? الجزائر هتكسب والجزائر ان شاء الله هترجع على مستوها. لان انا كان صدمة بالنسبة لمستوى المنتخب الجزائري في البطولة الافريقية. اه. لكن الجزائر فرقة كبيرة وحترجع على مستوها. وان شاء الله الجزائر هتكسب الكاميرا ومفتكر كلامي. طيب ادي انا عارف انا بحب دايما توقعاتك. ام. طيب اه التونس هومالي. ان شاء الله تونس. تونس فرقة كبيرة. وفرقة منظمة. وفرقة يعني بتعرف تهاجم كويس. ام. تونس من عندهم لعبة مميزة للمساكني بقى. والسليتي واللعبة المميزة دي. ام. وتونس فرقة منظمة. فتونس ما تقلقنيش. ان شاء الله تكسب مالي. ان شاء الله. مالي فرقة ضعيفة. مالي فرقة كويسة. اه. بس تونس. بس خبرات اللعبة التونسة برضو. والامكانيات الفنية والمهارية اللي عندهم. ماتشو عندهم الباكرايد بتاع تونس ده اسمه. جرجع. اه دراجم ده حت. ده 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 مفتاح لعبة وانتخب تونس الباكرايد. اه. ده نعيب كويس اه دراجم ده. حمزة بلعب عليها كتير. حمزة لعب اه شو يعني. طيب اه نروح لنيجيريا وغانا. اعتقل نيجيريا سهلا. نيجيريا اعتقلنا. اه. نيجيريا اه آربة. وممكن ممكن ممكن يصل ايضا يعني. احنا بنقيم على اللي احنا شوفناه. اللي احنا شوفناه. اللي احنا شوفناه. ان شاء الله المغرب طبعا. مغرب فرقة كبيرة. مغرب. كوبر ما تخافش من كوبر? ما تقلقش من كوبر? لا 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 ما اقلقش على فريقة المغرب. مغرب فريق كبير. وآآ بلد جميلة. وان شاء الله تمنى المنتخبات العربية كلها توصل. يعني تونس. مغرب دزاير وطبعا منتخب مصر طبعا. ان شاء الله بإذن الله. والسعودية كمان هتوصل. والسعودية. وكاتر المنظمة المطولة. وكاتر يبقى فيه. تواجد عربي. ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله. تعالى لفاصل. ونرجع نكامل حوارنا. مع كاتر حماد عبدالطيف. ونرجع بقى. هنفتح ملف نادي الزمالك. يلا بنا. ورجعنا لكم مرة أخرى. وعودة لمطشاط الزمالك مرة أخرى بداية من يوم السبت اللي جاي. وعودة للدور المجموعات. واللي كلنا بنستمتع به. زمالك بيضم في مجموعته فرقتين من أنجولا. وفريق عريق جدا. ودايما متواجد في المربع الذهبي للبطولات الأفريقية في السنين الأخيرة. بل كمان فاز بالبطولة في 2017 نادي الوداد. كابتن حماده. زمالك في ظل غياب لعيبة المنتخب. قدم بطولة الربطة على أسوأ ما يكون. سيئة. يعني ماتشاط سيئة. اتغلبنا تلات ماتشاط. وكسبنا ماتش. وتعدلت. وتعدلنا ماتش تقريبا. اه. يعني اتغلبنا من فاركو. اتغلبنا من طلع الجيش. واتغلبنا من. محلة. المحلة. اه. تلاتة. وكسبنا سيراميكا فقط. تلاتة واحد. وتعدلنا مع امبي. اولا. حتى ماتش امبي ده يعني هما اضاعوا ضرب الجزاء واحنا ضيعنا ضرب الجزاء. ويعني اه كانت مباريات سيئة للغاية يا كابتن. مش ممكن انا كنت يعني في الستوديات التحلية في الماتشاط دي كتير. اه. اتكلمت اه بما فات بالكيل. اه. مسلا انا دايما بقول ايه. فيه لعيبة في نادي الزمالك مميزة واساسية. دايما بتباهية من اسباب المكسب. اه. وفيه لعيبة بتأدي. اه. وفيه لعيبة جتلاها فرصة في كاس الرابطة ما استفدتش من الفرص اللي جتلاها ان هو. وعلى الفكرة في ناشئين كويسين. اه. 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 وعاري. وفيه لعيب بديل وسعر واقل. ده في العالم كله. احنا حتى في نادي الزمالك كده في النادي الاهلي كده في بقى ريال مدريد كده في ريفرابول كده. فيه لعيبة بتكسبك. فيه لعيبة. يعني السيبك يا كابتن من المقولات اللي هي مش عارب بي ما انحضر والحاجات دي مش موجودة. لأ انا بص في كرة القدر. يا انت فهمت قوزي. بص. في كرة القدر من دلوقتي نجوم. نجوم. ولا فيه لعيب اساسي. وفيه لعيب بديل. اه. مستوى البديل مش زي الاساسي. ولو مستوى البديل زي الاساسي. طب ما اللي بديل قعد بديل ليد ما الاساسي بيلعب على طول ليه عشان فيه مستوى سابت. طب هل الزمالك والاهلي البودة اللي بتاعهم مش افضل من الاساسي في الاندية التانية? ولا خلاص الدنيا اتغيرت? الدنيا اتغيرت. اه. لكن لعيبة الاهلي او. الاندية التانية بعدها فلوس. بص لعبت الزمالك الأساسية ولعبت الأهل الأساسية والمميزين واللي هم الأعلى سعراً هم دايماً اللي بيكسبوك مش في مصر فقط في العالم كله فيه لعيب بينزل بيكمل أداء بيكمل مكسب بيحوز على مكسب سواء بلد دفاعياً في نص الملعب فيه لعيب مثلاً مهاجم حتى تنزله تلت ساعة بس مش تقدر تعتمد عليه مثلاً زي ما بتعتمد على المهاجم الأساسي أو على لعيب خط النص الأساسي أو على زيزو أو بن شارقي خلينا نكلمك بالأسامي أو مثلاً على أمام عشور في نص الملعب مع طريق حامد مع الوينشي مع فاكتور فيه هيكل فريق هيكل فريق ده ما بيضيب منه مثلاً المجموع اللي كانت في المنتخب وطريق حامد اللي هو ما لعيبش ما تصاد قصر ربطة يجيدي عندك رياب تمنع وتسعة لعيبة ما هم ده أساسي الفريق يعني هم ده اللي بيكسبوك دايماً ما هو ده مش عيب كرت القلم كده كان عندك حوالي سبعتاشر لعيب ما لعيبوش هم هقول لك أساسي وأساسي مميز وعندك بديل بديل بيبقى مكمل لكن ما هو ما هو اسمه بديل ليه لأنه هو بديل مش أساسي ما هو لو يعني بس في بديل بتجيله فرصة ويمسك فيها زي ابو جبل زي ابو جبل ويتمسك فيها ويكمل لكن هي كرت القدم كده عشان الناس ما تقولش لأ اللعيبة مثلاً على قدها لأ هي كرت القدم كده لعيب مميز قوي لعيب يكسبك حتلاقي سعره عالي هتلاقي الناس كلها بتحبوا الجمهور بيحبوا يعني أنت مش معها كابتن اللي هي مش عارف فيها أولى وفئة تانية وفئة تالتة لا طبعاً كرت القدم مش كده ها لا كرت القدم فئات طبعاً لا فئات لا أنا قصدي أنا قصدي يعني مثلاً فيه لعيب يقولك أنا عايز أبقى فيها أولى وهو مفروض حتى لو بقاله خمسة سنين بيلعب هو أساساً يعني أنت فهمت قصة قيمة اللعب ما بتجيش بال قيمة اللعب بتيجي بمدى تأثيره بص قيمة اللعب التسويقية بتيجي من خلال أداء في الملعب من خلال مدى تأثيره على الفرقة مدى تأثيره البطالة اللي بيجيبها مع الفرقة أي مدى حب الجمهور ليه الجمهور برضو مقياس شعبية أما الجمهور ده هو المقياس هو اللي بيقولك فلان ده أنا بحبه ليه ما هو بيحبه ليه عشان بيكسبك عشان مميز عشان واحد مقاتل زي طرق إحمد في نص الملعب عشان كان فرجان أساسي عsol كان بنت شارقة عشان زيز هو عشان كان مصطفى محمد هداف ما هي دي الكورة عشان الونس مقاتل وكويس عشان فتوح لعيب كورة علامي مثلا شامد الزحف ما هي قوق حازب إمام ما هي قرط القدم مصطفى محمد قبل ما نمش مصطفى من أقولك المصطفى فهي قرط القدم ف他是 فتح مصطفى فهي قرط القدم كده في لعيب موهوب لعيب مهاري لعيب مميز لعيب لو مزار طول المطش ممكن كرتين ثلاثة يكسبك فيهم وده اللي الجمهير بتتعلق به وفي لعيب هو البديل بتحتاجه بس بتحتاجه في تلت ساعة نص ساعة على حسب على حسب الدور اللي انت بتحتاجه فيه عايز مثلا كسبانه عايز تحفظه على المكسل فبتنزل لعيب مثلا بديل في نص الملعب يقفل له في نص الملعب انت عارف كلام بتاع الكورة وصلت رسالة عمدينا ممتش اللي جاء افريقيا بيترقى تليت بقى بيترقى تليت راجعين بتاع 11 لعب ملعبوش خالص شايف دايما بداياتنا بتبقى وحشة قوي اتمنى البداية تبقى كويسة ان شاء الله هتبقى كويسة برضك لعيب زمالك اللي راجع من المنتخب راجعين بمعنويات برضك مرتفع عالية صحيح معظم اللعيب اثبتت نفسها هتتكلم على جبل هتتكلم على الوينش هتتكلم على فتوح على امام عشور على زيزو رغم ان زيزو ما لعبش كتير بس كان لي دور مهم واتمنى زيزو يبقى لي دور مهم مع المنتخب الفترة الجاية فعندك لا لعيب وعندك لعيبة المنتخب التونسي وعندك بنت شارئ ايه هل هتلعب بكل اللعيبة الدولية اساسيين في الحداشر ولا ممكن برضو على حسب اصابات اجهاد بتستعين بمجموعة ومجموعة لأ بص خالد بص من البداية كده حرص المرمى ابو جبل يعني حتى ما ممكن ما تلعبش بعواد اه لأ ابو جبل عواد ماشي كويس عشان ابو جبل راجع ارهاق والاصابة بتاعته وطلع في التلفزيونات تون الوقت يعني ممكن عندنا ما قطش تسموح بعد ايه بتلات ايام على فكرة موس عندك ابو جبل او عواد اه اتنين مميزين عواد خلي بالك كالنجم كسر رابطة بالنسبة زمالك بالضبط نحية اللي مين هتحط حمزة المسلوسة الونش محمود علاء فتوح تمام اتنون نص الملعب انا قولي التشكيل من قبل ما اه بسه طريق الغد دلوقتي مش بيعمل تدريبات لا استرح هيلعب هيلعب يبقى طريق حامد طريق حامد امام عشور تمام ماشي اه احمد سيد زيزو ناحية اللي مين اه بين شارقي ناحية الشمال اه اوباما اه واتحط للجزيري لأمر السعيد لكن انا اتوقع ان ممكن يحط للجزير يعني التشكيلة بيبقى فيها مع وجود ونجم عبدالله جمعة اه ابو جبل اللي هم يعني اه دي المجموعة اه حازم امام ببقى لسه مصاب لو رجع يعني قصدي بيبقى كده فيه ثوابت في كورة القدم ام وعبغاني وعبغاني بس عبغاني هيبقى بديل ام اه وعبغاني ماشي كويس يعني عندك مجموعة بتكلم دي اه انت عندك ثوابت ام مش مقولة هيبقى عندك زيزو وماشي كويس مش هتبدأ به اه هو ده التشكيل اللي انت شايف نبتدي بيه المطش اللي جاي لو كله سليم ده ممكن يبقى التغيرة في لعيب واحد اه الجزيري ولا عمر السعيد اه اوباما ولا شيكابالا مسلا اوباما او شيكابالا بس ممكن يقول لك ابدأ بوباما وخلي شيكابالا الشوت التاني اه لكن مش تتغلى عن طريق حامل اماما عشور في نص الملعب طب سألك سؤالك ابتاني الوينش مسلا محمود علاء رزاق يلعب في حتة عشرة دي رزاق يلعب في عشرة اه يدر اه رزاق يلعب في اي حتة او مسلا اشرف يلعب في عشرة ولزاق يلعب لحي الشمال ممكن وممكن خلي بالك ممكن رزاق يلعب مهاجم سريح رقم تسعة بس مش بتاعته قوي بس هيبقى مفيد جدا لو لعب فيها هيبقى المهاجم الخافي كده وعنده صراعات وعنده كرة كويسة ممكن يلعبها بره بره الارض مثلا ممكن لعيب كويس رزاق لعيب كويس وان شاء الله جاي انا عجبني في ماتشات كاسر رابطة رعيب عنده شخصية وعنده صراعات وعنده قوة وعنده مهارة فلازم نستفاد منه هلأ كابتن اول ماتش يوم السابت مع وجود مجلس منتخب لان الانتخابات يوم الجمعة ها هايامن نعمل استقرار بس طبعا تماني التوفيق لكل الناس اللي نزلة انتخابات ده حققك اللي انت عايد وعمل في جماعة العمية اخنات زمالك بترشح نفسك الجماعة العمية هي اللي بتختار حتجيب فلان حتجيب علان احنا عايزين نات زمالك يكون كويس انا بحترم الناس كلها والناس اللي نازلة قوائم التلات قوائم خلص التقدير واللي احترام ليهم الناس اللي تحت السن ولعب تبكور زمالنا ولعب تبكور لقدر كمان عندك تساعتاشر واحد تحت السن اخالة شباب زي الفل صحيح والله العزيم يعني هينجح منهم تلاتة فقط اه اه انا ازعلان عالستاشر اللي مش هينجحوا ده كلهم شباب وبيحبوا بعض وبيحترموا بعض حاجة جميلة اه انا عايزين انتخبات راقية اه انتخبات حلوة جميلة صحيح صحيح لكن الاستقرار عايزين استقرار انا عاصدي يعني بعد ما يكون في مجلس مدرح احنا بقى لنا سنة وشوية تقريبا في مجالس اه مؤقتة اه ودعم لا ياليك بينادي الزمالك طبعا بص دايما المجلس اللي هو منتخب بيعيد الاستقرار للنادي انه عنده فرصة اربع سنين بيقدر بيزبق بيجهز اوراقه وبيشتغل جدد العيبة وعنده خطة مستقبلية وعارف حيعمل ايه فانا بقولك انا بتمنى التوفيق ليه الجميع ربنا يوفقهم كلهم انتو بتمثلونا بتمثلونا نادي الزمالك الكيان لان في الاخر انا عايز نادي الزمالك كويس واللي نجح نقوله مبروك وما حبش اقوله اللي منجح اللي هو فشل او رصب او بحب اللي بقوله ربنا موفقهوش ممكن ياخرب بنا وفقك في حتة تاني في مكان تاني وربينا مقسم وانا شوية ببقى منحز شوية يا كابتن ببقى منحز شوية للاعبة الكورة طبعا في جمال حميد وشاميات كابتن شاميات وكابتن بتوعي فدائما ببقى منحز بيهم وخالفكرة كابتن جمال في قايمة وكابتن الشام في حتة تاني يعني انا منحز مليش دعو بقوائمي يعني بتكلم منحز على طبعا تلع على ماسي ده انا كابتن بتوعي يعني زميلنا فيه كمان ابن نصر ابراهيم من شام نصر ابراهيم اه طبعا تحت السن بردو كابتن نصر ابراهيم وغلق الشخصية انا مش عايز اقول اسامي عشان ايه يعني عيب اللي اقول اسامي اه يعني وقالي الاصلح بس انا منحز لولاد الكار بتوعنا اه لمجالنا الرياضية لكن صراحة كل الواحد وسبعين مرشح لنازلين كلهم ناس محترمة اهل المسهلا بيهم ومشي احنا اللي بتختار عضاء الجماعة المحترمين هم اللي بيختارو وانا بقول لهم يا ريت تروحوا الانتخابات ان شاء الله تتوقع بعد غياب حوالي شهر ونص عن اللعب بكرة القدم وغياب اللعيبة عن ماتشاط الزمالك في افريقيا وانتعرف ان الدورة مجموعة تأخر قوي تتوقع البداية تبقى كويسة ان شاء الله نتيجة تبقى ايه متفائل انا متفائل نكسة ان شاء الله هنعمل ماتش كويس او هنعمل ماتش كويس تبقى لك الماتش دا هيكون بجمهور بجمهور وفرقة زمالك فرقة كورة اعتقد بقى قلع عن خمس تلاف ممكن نتمنى ان شاء الله او في ماتشاط الفريقيا نتمنى التوفيق طبعا ناتزة مالك تبقى بدايته جيدة في اول الماتشاط ان شاء الله في اول مورا يوم السبت ان شاء الله قادم ان شاء الله صاركت على ماتشك هسعلم الان دي يا كابتن لا والله ما تبعتاش كلها بكرة الهلال الهلال وتشيلسي توقع ايه لا انا الهلال كسبه اول ماتش خمسة ستة واحد ستة واحد كان جزيرة كسبان واحد تتوقع تشيلسي هو الياص المورانائي طبيعي الطبيعي كده بس ممكن الهلال يعمل مفاجأة المشكلة يعني كرة قدم بس طبعا اتحسب تشيلسي طبعا يعني فرقة عالمية والهلال فرقة مميزة عسيوية طبعا حاجة فرقة كبيرة بس برضو عندنا يعني فيه فرق في المستوى في الكورة طبعا اه يعني احنا دايما بمعندنا امل كده في الفرقة الكبيرة عندنا في الوطن العربي لكن في الاخر بنصطدم بالمستوى مستوى بعيد معشان انت مش منظم او انت بداياتك ما بتبقاش جيدا لازم تبدأ من تحت من قطعات الناشئين والبراء ما يبقى عندك خطة مستقبلية عشرة سنين اللي انت ممكن تجاهز لعيبة عندهم من دلوقت 14-15 سنة مجهزهم 6-7 سنين اللي حتلعب بيهم كس العالم مثلا 2022-26-2030 مثلا يعني بيبقى عندك خطة احنا ما عندناش للأسف ما عندناش التنظيم ده كويس او فترة المستقبلية كويس طيب اخيرا ودامي 3 ده ايه بقى عايز اسألك اسألك كده سريعة تدي كم لمحمد الشنوي في المطولة دي لا اسيبه بقى حتة اللي بس انا بدي المنتخب كله يا خالد بدل المنتخب كله تسعة من عشرة كلهم اللاعب وملعبش من بداية محمد الشنوي مين كاروس كيروش كاروس لازم بردك لازم اتديله نور الراجل وصل نهائي لازم على قلة تديله تمانية وكان ممكن ياخد تسعة وعشرة اللي كنا اخدنا البطولة وخلي بلك دايما المدرب بيتقيم بوصوله ووصل المطش النهائي احنا اهو في انتقاضات عليه في بعض المراكز وبعض التغييرات لكن اما احتيك تقيمه لا دا وصل مطش النهائي وانتصرع بضربات الجزاء فمعنا كده ان هو مدرب كويس جدا بس هو عانيت شوي مين اكتر فريق في البطولة لفت نظرك والله بس فرت سنغال سنغال المغرب في البداية كانت كويسة كنت انا المغرب كانت فرقة في البداية كويسة مين اللاعيب اللي لفت نظرك انا عجبني سادي ومانية شراحة تغير طبعا محمد صلاح اه محمد صلاح مش هتكلم على لعيبة منتخب مصر محمد مكانش كويس في البطولة اوي محمد صلاح برضوك مظلوم انا موافعك انا موافعك لعيب كبير بس انا بقالق مع بطولة هنرجع لبداية الموضوع محمد صلاح لوحده مش هيعمل كل حاجة محمد صلاح عايز صانع علعاب كويسة محمد صلاح عايز لعيبة بتوصله كل حاجة محمد صلاح عايز لعيب يوصله اكتر عايب عايز لعيب سادي ومانية اه عجبني طب ادوارد منتي ولا ولا ابو جابل في البطولة دي لا ابو جابل طبعا طبعا اه احسن حد اسمه ارمى في البطولة ابو جابل وحقه اه واحنا بنجملش حد اه ابو جابل لا مش انا اللي بقول ده اه انه هو مندي قال نفسه بالزبط يعني معنا كل الناس بتتكلم ابو جابل عمل بطولة ببنا يكرمه ويكمل بقى ويبني عليها ويكمل ان شاء الله معنات زمال مين اكتر حكامل لفته نازرة في البطولة دي يعني ما هو باكتر واحد لفت نازري كان بكاري جاسابل لانه كان رخم معنا او في المطس ده وفي فيكتر جوميس الحكم النهائي وفيه ردوان جايد حكم تلات وردوان لا فيكتر جوميس حكم مطس النهائي كان هادي اه حكم ما ظلمش حامل يعني ظلمنا ولا ظلم السمغال اه كان متوازن يعني متازن وهادي وبيحكم بالعدل احنا عايزين العدل دايما صحيح صحيح عدم آآ وجود الفار في دور المجموعات ده يعني كان قيل قبل كده ان هيكون في دور المجموعات فار دلوقتي من الوضع احنا ما فيش فار ماتش زمانة من غير فار ده قرار نهائي خدهو يعني اعلنوا الحكام اعلنوا الحكام ومفوش فار مش عارف مزاجهم هما مش عارف لي انا عايز يبقى الفار فاكر انت انا اولو في المجموعات يبقى في فار اه لازم يبقى في كل المطساد فار خلاص ده في العرب قولي ما خلاص يعني حتى في دوري كاس مصر مجموعات كنفدرالية صعيب طولة كاس عرب لازم هتفرق جامل طبعا ان حتى احنا 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 كناس اتعودنا اه خلاص هولا تلاسين خشي اروح الفقر يعني ما بوزني دلوقتي اي كرسة تحصل والحكم ما يشوفاش هتعدي اه طبعا طبعا شكرا كابتن حمد عبدالطيف نطلع الفاصل ونستقبل بعدها ماهر جنينة واطلالة جديدة وكلام عن كأس الامم الافريقية اللي انتهت بتوقعات ماهر بقى قبل البطولة في نص البطولة في نهاية البطولة تقييم بقى لتوقعات ماهر بعد الفاصل ويرجعنا لكم مرة اخرى واول استضافة بقى لماهر جنينة بعد كم التوقعات اللي توقعناها قبل البطولة واثناء البطولة بعد البطولة بقى بيجينا ماهر جنينة بتوقعاته الرهيبة ازاك ماهر ازاك ابت خبارك ايه كله طبعا ايه بقى التوقعات بتاعتك الرشقت في السليم وتوقعاتك اكيد بس كابتانا من قبل البطولة حالك قلتلي مين امم راح راح قلتلك الجزائر السنغار الجزائر كاميرا ام ده كان الطبيعي قبل البطولة انها بتتكلم على الجزائر حمل لقب البطولة محدش كان يتوقع ان الجزائر تخرج بالشكل ده محدش كان يتوقع تماما الموضوع ده لكن يظل السنغار فريق وصل لنهاية 2019 كان تموحه يحقق البطولة خلاص يعني مجهوداتهم اللي عملوها في السنوات الاخيرة مع اليوس السي قادروا يتوجوا بها يعني مجهودهم ده ان هم يحصلوا على البطولة ومنتخب الكامل ان هو الاخر وصل وقدر ياخد البرونزية قلت راح داك يعني تلات فرق دول تحديدا هيكون فيه منهم اتنين اه في النهائي ولكن تلع فيه منهم فريق في النهائي وفريق في المركز التالي كنتش مرشح مصر خالص انت لا محدش كان مرشح منتخب مصر ده كلنا يعني يعني محدش كان يرشح منتخب مصر لكن مصر قادرت تدخل البطولة واحدة واحدة خصوصا بعد الهزيمة من المنتخب ناجاريا محدش كان يتوقع انه مصر بتوصل لمرحلة منتقدمة في البطولة كلمت مع مدرب صاح العاج انت؟ بتكلم معاه دايما اول بتوصل معي وباركلي على فكرة بعد ماتش مصر قبل النهائي وبعد وفي الماتش النهائي بيتكلم معي يعني يعني مش باركلي في الماتش النهائي يعني كان بيقول لي منتخب مصر كان يستحق حاجة افضل من كده لكن هي دي كرة قال لي وانا كمان كنت استحق حاجة افضل من كده لكن انا قبلت منتخب مصر منتخب تكتيكي قوي وتحديدا على ماتش مصر قال لي ده امتع ماتش تكتيكي لعبته في حياتي لا والله مدرب صاح العاج ماتش تاكتيكي. ماتش كورة انا لعبته في حياتي. كان ماتش تاكتيكي قوي جدا. وقال لك على فرقة مصر كويسة? اه. قال لي على فرقة مصر فرقة كويسة. وبيتكلم علوم بشكل جاي جدا يعني. اه. وقال لي منتخب مصر يا عزيزي. اسم منتخب مصر يا كابتن النقطة اللي بكلامك فيها. انت بتلعب باسمك. النقطة دي احنا يعني استغلناها بعد كده. اه. بتدخل تقابل كوتيفور كل الناس بتتكلف. بس انا على فكرة كابتن لما حدك جيت تقول لي بترشح كوتيفور ولا لأ? قلت لي مدرب صاحبك لو حدك فيها قلتلك لا انا مش مرشح كوتيفور. اه. في دروبات في الفريق هناك. لعب سبعة وتلاتين سنة. لعبها صغيرة لسه ما اخدتش خبرات النهاية تلعب. اه. اه يعني الفريق برضو مش في مرحلة استقرار. اه. عدم وصلهم للمرحلة الاخيرة من تصفيات كس العالم. اه. ده وقت صعب. بعد. حتة تانية ابو جبل اه? اكيدة بص يعني القاعدة القاعدة الحراس في مصر. اه. يعني عندنا جيل قوي جدا من قاعدة الحراس. سواء محمد الشناوي. محمد الشناوي طبعا لا خلاف علي. اسمه بقى كبير ابو جبل في القارة? في العالم كله. النهار ده بطولة امم افريقيا. انت بتتكلم اه بس كله بكتبش ابو جبل بيكتب جباسكي. يعني بياخدوا الاسم. قوله الله العظيم. اولا. الار اف اي وكالات الانباء العالمية. النهار ده بعد كل مباراة. اه. وكالات الانباء العالمية كلها بتقاملت واجدها في المكسزون بتعمل لقاءات مع لعيبة مصر. اه. يعني بيعمل لقاءات مع كل اللعيبة. اه. وكالات الانباء العالمية كلها بتشتكي ان المنتخب مصر المنتخب الوحيد اللي اللعيبة بتاعتها ما بتتكلمش. دي نقطة. قوله الله. اولا دي نقطة يعني انت عالي. ممكن يكون قرار من كالس كيروش. اكيد تعليق القيامات العالمية على جباسكي ايه بقى؟ اكيد تعليق بيتكلمه انه هو واحد من الافضل الحراس في البطولة حتى ادوارد مندي في حديثه معاه وفي تصريحات ادوارد مندي بيتكلم انه حيرس قوي كل المنتخبات عارفة يعني كل المنتخبات كان بتتكلم ان المنتخب مصر بيتجر اي فرق قدامه لدربات الجزاء المه قليه سيسسي قبل الماتش كان بيتكلم مع لابته انه مش عايز يوصل لدربات الجزاء المنتخب مصر اوالله وصل وصل لدربات الجزاء وكسب وصل وكسب لكن هو بيقففهمي نفسيا حتى منتخب السنغال كمضغوط طبتلع فرقة بالنسبة لها ضربات الجزاء عندهم حارس مرمى قوي بيجيد في ضربات الجزاء واللعبة بتشوت كويس غلبت منتخبات كبيرة بدربات الجزاء طلعت كوتيفور بدربات الجزاء طلعت الكاميرون اللي هي منظمة البتولة بدربات الجزاء عندك حارس جيد جدا يعني بنحصل حراس البتولة في ضربات الجزاء فدي نقطة كانت مخالية منتخب السنغال يخاف ان يوصلنا لدربة الجزائر احنا كنا مرتاحين نفسيا يعني تحس احنا كماهير مصر او اللي بيشاهدوا منتخب مصر احنا فرحانين ان المصر راح لدربة الجزائر لكن منتخب السنغال مختلف على المتخبات هكلمك تاني لسه نتكلم تقييمك ليه اللعيبة لعيبة مصر في البطولة دي وهل في وكلاء عالميين كانوا موجودين في البطولة دي ولا لا كل الوكلاء العالميين متواجدين وكلاء العبين وكلاء اللعبين والسكاوتينج النهار ده كل نادي بخلاص بقى عنده سكاوتينج اه لو هو مدير الرياضي بقى اللي هو بيتابع كل بيتابع اللعيبة دي يكن هما كان متواجد عدد كبير من الوكلاء لكان فترة الانتقالات خلاص قفلت هما تابعوا وحطوا عنهم على بعض من العدد من اللعيبة هتبدأ بقى متابعاتهم خلال مين من اللعيبة اللي برزت مش لازم في مصر بس احمد سيد زيزو فعلا؟ اه احمد سيد زيزو في فرق فرنسية اه غير مدز يعني هو الكلام اللي بيطالع العصير اللي اه اه لأ مدز عمرو ما يفكر في احمد سيد زيزو لان مدز معروف ان هو بياخد اللعيبة بتاعته من اكدمية جناليشن ببلاش اه فمش هيدفع فلوس في العيب تمام اه ده مبدأيا بالنسبة لحمد سيد زيزو احمد فتوح في متابعة اه من فرق اه كبيرة جدا ابو جبل هو الاخر والله رغم ان ابو جبل حاجة وثلاثين سنة ابو جبل يعني فيه متابعة ليه من فرق يعني اه كمان في الكرة الاوروبية سمعت عندهم اه 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 زي احمد فتوح على فكرة اه يعني هو كان بيتكلم يعني في كنت قريره بيتكلم على الدوري الهولندي فعلا فيه اندية في هولندا كان بيقول لنا نفسي روح اياكس فيه اندية في هولندا بتتكلم عليه بس يعني موضوع اياكس ما عرفوش لكن فيه اندية اخرى وطبعا كلنا زي ما احنا عرفين هولندا محطة مهم اه تكون المحطة الاولى هي او فرنسا بتحط رجل يعني مجابل ممكن يجيلو ايه فيه عروض في اوروبا يعني فيه عروض من فرق اوروبية وفي الدورة الفرنسية تحديدا لكن انا خلينا لك حاجة المقابل المادي ممكن هو المارداش بيه هناك المقابل المادي اقل من زمالك اقل من زمالك اه يعني النادي زمالك والاهلي وبرامدز بيدفعوا يعني عقود ودي ممكن تكون مفاجأة لبعض الناس حضر من الدورة الفرنسا يعني العروض الاعلى ممكن تبقى من السعودية مثلا او الامارات وارد يعني اكيد اكيد يعني انا شفنا يعني ابو جبل يعني فرض نفسه بشكل كبير جدا اعتقد الامارات مش فتحة حراسة المربع لا السعودية السعودية هي اللي فتحة حراسة المربع سعودية فيها توانسة فيها جزائريين بالزبط بالزبط راسم بلحي بلحي في الاتفاق السعودي او لكن هو اللعيبة الابرس كاسماء ان هو في يعني عروض او كده احمد سيد زيزو فتوح وفتوح كمان ومنتشر بشكل او يعني ده منتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي محمد عبد المنعم كمان يعني في ده خد خد بقى سيردبك في القائمة الرئيسية بتاعت البطولة او يعني في فرق كبيرة جدا هتتبقى وهتلاقي يا كابتل ان العروض دي بقى ايه انا تبعتك الاربع شهور دول عندهم برامج البرامج دي هي مش شرط يتفرج على الماتشاط تقرير كده بيطلع بعد الماتش ريبورت بيشوف ارقام اللعيب ومنخلال الارقام دي بيبدأ يتحرك تدي الجزائر كام في البطولة دي؟ لا اكيد منتخب الجزائر يعني حرام ان احنا نقايم الجزائر في البطولة دي انا يعني لا مش حرام ليه؟ هو منتخب الجزائر حصل عنده اخفاق دخل البطولة مش عايز اقول ان هو مضغوط وبيلعب تحت ضغط النفس عشان هو حمل اللقب لا هو في مشاكل لا لا هو في تقصير في تقصير عشان يكون حقانين ماينفعش يكون عندي منتخب بالقوة دي ولسه جاي من بطولة العرب المنتخب التاني وفي تاع عشر لعيبة موجودين واخدين بطولة العرب لا في تقصير من لعيبة اكيد يعني في تقصير من لعيبة اكيد صح ولا اكيد يعني منتخب الجزائر فريق قوي جدا واعتقد ان هو امام الكاميرون في الماتشين هو فرصه الاعلى. في الوصول لكاس العالم. لكن ما منقولش مش هنقيمه. لا فيه تقصير. قبل ما يعني ما نتكلم عالجزيرة هو لك خبر مفاجئة. اه. بالنسبة كبيرة. يعني اللي يقول يعني حلان. وممكن يحصل في الكاميرون ريجو بير سونج يكون هو المدرب بدل انتوني كونسيساو. ده طلب من سامو الاتو. لا يا راجل. اه لكن لسه في مشاوره. ريجو بير سونج رقم اربع مدافع. لا يا راجل. اه هو مدرب. اه هو اللي هيبقى مدرب. اه هو سونج وزيدان. سونج وزيدان. هيكون المدرب. هيتواجد في القائمة الفنية. اه عشان علاقته قوية جدا بيته. اه. اه. اه اتو مش عايز يدخل في اصدام مع الجمهير. الجمهير شايفة بعض الجمهير شايف ان ان انتوني كونسيساو عمل جيل قوي لكرة القدم الكاميرونية. في ناس شايفة ان ان انتوني كونسيساو لا يستحق ان يكون مدرب منتخب الكاميرون وكان عندهم طموح ان منتخب الكاميرون. كانوا مخلوبين تلاتة وتعدوا تلاتة تلاتة دي مفاجأة دي. والله انا شفت يعني هو دي الامكانات اللي موجودة عندهم. عندهم مشاكل كبيرة. في الدفاع. اه. انت شفت مكودي وكاستلته الاتنين المدافعين مفيش يعني. بس فرقة كويسة برضو. هي فرقة كويسة هجوميا. اه. وكخط وصلت عندهم. ده اول نص ساعة كان ممكن يكسبوني. اه. وصلوا مرمى كتير وكرة في العرضة. اه. يعني. وكرة انفرضات كده بتقلش وبتاع. يعني. اه. وتعلق غير طبيعي الابو جبل. بالزبط يعني ده كان في المنطقة منتخب مصر. وخلاص اه انت منتخب مصر تحديدا. اما فرقة اي فرقة تلعبك. وتقدر الشوتر اول ما تسجلتش فيك. الفرقة هي اللي بتقع في ضغط النفسي. اه. خلاص. فاهمين ان هما بدهوا يضيع فرص. منتخب مصر هيجورك للشوتر الاضافي. بعد كدر. تقييم قد ايه? للجزائر. والله لا يعني الجزائر اكيد ما قدتش ما يعني تلاتة اربعة من عشرة يعني كده. مش عايزة اقول سفر من جزائر ما قدتش. اه. لكن كان المتوقع منها عكس كده خلال. المغرب. اللي خلينا بصة كابتن. اللي خلينا نقايم الجزائر برقم قليل. لان كان المتوقع منهم ان هما ينفسوا على اللقب. بالزبط. يطلعهم اخر مجموعيتهم. بالزبط. طيب نروح للمغرب. تقييمك للمغرب. والوحيد خليلوزيتش. عافكة. ده الكلام سيء جدا. عن مصر. اه. عن مصر وانهما يعني. والفكرة ده مش كلام المغرب. ده كلام المدرب البوسني الفرنسي. اللي هو اساسا اه يعني في المغرب مش طائقينه. بس. ومش عايزينه. هو فعلا في المغرب مش طائقينه ولا عايزينه. اه. وحتى النهاردة حكيم زياش عمل حوار. وفي الامارات. وفي تشيلسي اه. اعلن اعتزله الله بالدولة. وقال انا مش هلعب ده مرة اخرى. مع المنتخب المغرب في زل وجود المدرب حليلوزيتش او في زل وجود رئيس الجامعة المغربية. تكلم بنت? بالزبط. ده كلام. اه. والله. لان فوز الاكشع قال كلام هو الاخر محصلش من حكيم زياش. يعني فوز. فقال لك انا مش هلعب المنتخب تاني طول ما هم اللي تاني موجودين. اه. على فكرة. على فكرة بدوني ايما برضو على فوز الاكشع في المغرب. انا عملين هاشتاج وان هو صرف فلوس كتيرة جدا. ده بيقولوه. كانوا كاتبين ان المغرب الفريق الوحيد اللي كان جاب كمية اكل غير طبيعية معاه. وجاب امن خاص. بالزبط. وجاب اه. وجاب اه. حاجات للتنظيف. وجاب يعني. بيقولك كان جايب. ده طبيعي. يعني كان. واكتر جهاز فني اه فيه فيه افراد. بيقولك اكتر من عدد اللعيبة. دي حاجة تحسب لهم. يعني حوالي اه اربعتاشر خمستاشر واحد. حاجة تحسب لهم في موضوع اللي هو في موضوع التعامل اه مع الفنادق او في موضوع التنظيف او في. ايوما كل ده بفلوس. اكيد كل ده بفلوس. فهو العائد بقى. ما فيش. اللي هم شايفين بقى ان لازم يكون فيه عائد. اكيد يعني هي الكرة العربية اللي متفوق في السنوات الاخيرة كلها منتخب مصر. كعربين يعني هو. في مدات. جزائر. وفي مدات الالفنات منتخب مصر بطولاته. ماشي الله. لا انا بكلم في اخر اه اخر اه 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 تمن تسع سنين الجزائر متفوقة. اكيد. راحت كاس عالم كذا مرة ورا بعضه. اكيد منتخب الجزائري هو متفوق. وخد بطولة العرب. بالزبط يعني يعني منتخب الجزائري هو الاخر. مع منتخب مصر متفوق بشكل كبير. لكن المنتخب المغربي النتاج اللي عملها في مرحلة المجموعات. بعد كده اه دور الاستاشر باكا استضعم بقى منتخب مصر. حتى هم كانوا شايفين ان المصر ده يكون سهل. بالنسبة لهم هناك في المغرب كانوا شايفين قبل اللقاء ان هم ينتصروا على منتخب مصر بشهورة. لكن منتخب مصر عمل مفاجئة. تمام. يعني عمل مفاجئة. طيب. عايزة روح اه اه معاك ليه اه تقييمك انا اتخدت رأيك مين يوصل كاس عالم. وده كان قبل ما نشاهد كل الفرق. ونحفظ طريقة لعبهم وامكانياتهم وامكانات لعبتهم. بعد ما تفرجت على الفرق كلها بقى. تقييمك بقى لمباراة الجزائر والكاميرون. هل هي مباراة سهل الوصول الجزائر فيها ولا ولا الموضوع صعب. لو منتخب الجزائر لعب بنفس يعني بمنتخب الجزائر اللي شاهدناه في البطولة الحالية من افريقيا اكيد لا. لكن انا اعتقد منتخب الجزائر يعني هيصور ويزهر بشكل مختلف. تمام. انا ممكن بعد مرحلة الكاميرون دي وقتل الحماس اللي هو اه واللعابة اكتسبت خبرات من البطولة دي. المنتخب الكاميرون بيعلى. ما بيقليش صح ولا? هو منتخب الكاميرون بيعلى ما بيقلش. ومنتخب الكاميرون يعني تكتيكيا. اعتقد ند قوي يعني. ند قوي جدا. وتكتيكيا هيكون ند قوي منتخب الجزائر. وتكتيكيا منتخب الكاميرون لعب اكبر مباراة تكتيكية لعبها مع انتوني كونسيساو هي مباراة كوتيفوري العودة اللي تلعبت في الكاميرون وكيسبو اتنين واحد كيسبو اتنين واحد وكان مكتف في منتخب الافواري منتخب الافواري ما كانش عارف يطلع بكورة دي حاجة بتورينا ان ازاي انتوني كونسيساو بيقدر يتعامل تكتيكيا هناك على ارضه تحديدا طب قول لي جزائر والكاميرون ستين اربعين خمسين خمسين احنا نتمنى الجزائر اه ماشا احنا خلاص احنا نتمنى كل فرق عربية بتكلم كورة بتكلم كورة لو منتخب الجزائر في المستوى منتخب الجزائر يسعد يعني لو منتخب الجزائر في المستوى لأ منتخب الجزائر يعدي ما اخد دالك اه كل الفرق دول 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 المنتخبات مش اندية منتخبات مش اندية لكن الظروف البطولة مختلفة عن ظروف مطش الزهب والاياب وما فيش اي تجمع للمنتخبات دي الا بالمطشاط دي على طول. بالزبط. يعني يوم اربعة وعشرين ويوم تسعة وعشرين. نهاية شهر تلاتة. تمام. وبالتالي المستوى مش هيبه فيه تطور رهيب في المستوى. لكن يكون فيه تطور رهيب في مستوى اللاعب. بالزبط. اللي اللي بيلعب معنا دي. الاجواء. الجو. الرطوبة. الملاعب اللي بتتلاعب عليها المباريات. يعني هو يعني. بص كيف. القائمة المختارة. تحديدا من الفرق كلها. هم عارفين ان هم بيلعبوا المعطشات دي. اه اولا لبلدهم. وتاني حاجة لنفسهم. كيمة اللعبة التسوقية. لو كنتوا النهاردة مسلا مليون يورو. العب كاسا عالم كمتك خمسة مليون يورو. بالزبط. اه طبعا بتلعب كاسا عالم وتوصل لمراحل. بالزبط. الاجيال دي واللعابة دي فرص اكبر الاحتراف والكلام ده كله. يعني تمن تمن ابو جبل وعبد المنعم وقبل البطولة. وغير تمنهم بعد البطولة. بالزبط اه يعني بيزيد بشكل. غير تمنهم لو راحوا كاسا عالم. بالزبط. حتى باترس بوم اللي كان بيتكلم معي تحديده على محمد عبد المنعم بيقول لي واحد من ابرز المدافعين في الكارة الافريقية. لا يا رجل. او الله بيتكلم معي يعني على اللعب ده تحديده ان واحد من الابرز المدافعين في الكارة الافريقية. يعني اه. على محمد عبد المنعم. لأ منتخب مصر كسبنا من البطولة دي اه مكاسب فردية في اللعب. اه فتوح. انا انا نفسي وكنش توقع الاداء الكبير جدا. صحيح. اه اه. عمل اداء غير عادي. غير عادي. النهاردة اسماء اللعيبة دي يا كابتن. زي ما احنا حافزين سعاد يوماني وسياسي وادريسة جايفة. منتخب السنغال. اه لعبتنا كلها كارة الافريقية بتحكي بيهم. اه. يعني البطولات دي لبتصنع بقى اسماء اللعيبة. صحيح. النهاردة. جبازك ده اه يعني نقطة التحول في في الشهرة بتاعتها على مستوى الكارة. على مستوى البطولة دي. على مستوى العالم يا كابتن. ستوى العالم. النهاردة بتلاقي يعني كل مدربين على مستوى العالم بيعملوا تويتات. العالم كله كابتن الكرة. في العالم بازوية. يا عايزتي. Arabic установ거. دي اكتر بطولة اه اه اتتزعت في كل الدول. اتزعت ده يعني البلقان هول ما كانش في الحقوق البطولة اتزعت في عالصان دي. البطولة اتزعت على مستوى العالم. كله. بشكل كبير جدا لكنت مباعه على قنوات ارضي على قنوات فضائي. في كل القرور الافريقية البطولة كانت اه متباعة. النهاردة العيبة منتخب مصر. مم. من خلال البطولة دي عندنا اكبر مكاسب كبيرة جدا. اقول لك فاتي بتاع العيبة الصغار ده بتاع برشلونة. كان منازل ان هو بيتابع مطشل مصر بسين غير. كله كله. يعني اه سكولز لعب منشاستر السابق. اه سلتشايرن برضو نفس الحكاية. اكتر اي راين جيجز. كلهم عاملين تويتات. صح. معلين استجام بيتكلموا. زيدان علق على وراء. بالزبط كله. ده كابتن اكبر من اكبر يعني الاحداث العالمية في كورة القدم في العالم. نهاية بتوتهم افريقيا واحد من اكبر احداث العالمية. بتتكلم على نهاية اكارة. اكارة الصمراء بالزت. يعني انا بشوف اقوى من كوبة امريكا واقوى من حيث ان ده منجم دهب. بالنسبة للاوروبا. واتمنهم مش مش غالية. وفي نفس الوقت بتكتشف العيبة جدل. بتتكلم يا كابتن خالد على نهاية فيه محمد صلاح. بس كده. يعني بتتكلم على نهاية فيه. بالزبط. بالزبط. يعني. محمد صلاح عايز ايه تاني. واحد اتنين من ابرز لعبة في العالم عندهم نهاية. ده اعتقد اعتقد اللقطة بتاعت محمد صلاح وبيقول ابو جبل بشغطة على اليمين وهو جاله لا انا شغطة هنا وهنفهم قصدي اعتقد دي لفت العالم. اكيد لقطة لفت العالم. وخصوصا هتصدت. وخصوصا كمان هتصدت. وساديو مانيه اللعب كابتن طيب. ساديو مانيه بنى قدم طيب. حتى هو اتعصب ملأة يعني اتعصب بشكل مبالغ فيها ملأة. اللي هو عافوي يعني. اه. بيبان عليه يعني. اه. اتعصب بشكل كبيل. لما لأ محمد صلاح بيتكلم مع ابو جبل فهو راح لابو جبل قال له لا انا شغطة هنا. اه. فهو عايز يشتت ابو جبل بايش شكل من الاشكال. اه. وشطها في المكان اللي محمد صلاح قال له عليه. اه. عايز احكي بس موقف بالنسبة لساديو مانيه. اه. دي حاجة القدر كتبها بالصدفة اه. ساديو مانيه في اللقاء كاف فردي احتكب حارس المرمى. وقع وروح للمستشفى. صحيح. اه 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 ما الحارس اضطرد. اه. اه. فابريزو رومانو من ابرز الصحفيين على مستوى العالم كان متواجد مع ساديو مانيه. اه. 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 اه صحيفة دري ميل بتتكلم موضوع صلاح ومانيه. اه. اه. اه بالزبط. تمام. اتفاض. فابريزو اه ده من من اقوى الصحفين على مستوى العالم كان متواجد في المستشفى مع ساديو مانيه وبيحكي موقف طريف جدا اه. اه. بيقول كان فيه احد يعني احد الا او الاطفال الكاميرونين كان متواجد في المستشفى وكان هيعمل عملية جبيرة جدا بتكلف ربعمائة الف فرانك وما كانش لقي احد يتفحل. فساديو مانيه يعني اه يعني وجوده في المستشفى ممكن كان سبب ان هو يدفع المبلغ ويتبرع بالمبلغ كله للعب. خليم جد والله. وخلى ودفع فلوس كلها اللعب وخلى للطفل. اسف للطفل. يعني الطفل كان داخل المستشفى ولازم يعمل عملية. ومش لقيين الفلوس. مش لقول لان ان ساديو مانيه اتخبط في الحارس فراح المستشفى اللي ما فيها الطفل. وكان سليم يعني راح المستشفى فايق وحارس مرمى كافير دي راح له. فقام الدكاترة داخلين بيتكلمهم مع السادي بيقول لهم في ايه لبرة. قال لهم كزا كزا قال لهم حضر الفلوس هتجي لكم. وجاب الفلوس ودفع الفلوس للطفل. يعني بني ادم طيب وعفوي. يعني اه بشكل جميل جدا. اه. 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 اتكلم عليه والعالم كله. كان لسه بمتصور مع والده في السنغال. هو والده اه شيخ جامع. بالزبط والده شيخ. اه كان لابس كده اه قفطان كده وبتاعه. لا لا والده شيخ جامع. والده اطول منه. اه. على فكرة يا كابتن يعني والده كان رفض ان هو يلعب كورة. والده اه اه رفض ان هو يلعب كورة. عمه الوحيد اللي بدأ يعني يفكر في وقت من الاوقات ان الساديو مانيه. انه يبقى لعيد كورة. بس شفت استقبال السنغال. استقبال انجاز كبير اللي كنت قدم في السنغال. الشعب السنغالي شعب متحدر بشكل مختلف عن الشعوب الاخرى في كرة الافريقية. اه. شعب مختلف. اه حتى كانوا بيقابلونا بعد اللقاء واحنا في المطار. احنا كنا راجعين الكاهرة. وهم كمان. انت كنت في الماتش. كنت في الماتش. ده الماتش روحيد لروحته? ده الماتش روحيد لروحته. بسم الله ما شروش شكتوح فأمار على. ما تروحش داني بقى. لا يا خلاص. اه كانوا بيحيون وكانوا بيبدلوا التشيرتات مع الجماهير. اه. كانوا كلهم عايزين تشيرتة محمد صلاح. اه تحديدا بس تلاقي بقى حتة ايه. يعني اول ما يشوفوا حد لابس تشيرتة محمد صلاح. هو يقول لك ساديو مان ايه على طول. اه بيعتزوا باللعيب بتاعهم. اه بيعتزوا باللعيب بتاعهم وفاهمين انه هو فيه منافس. برضو لعيب مش قليل يعني. لعيب مش قليل جدا يعني. خد احسن لها في البطولة. اه. بالزبط يعني. ويستحق ان هو يكون من افضل لعيب البطولة. بالزبط. النهاردة محمد صلاح حتى كان متواجد في في التمرين وزهر على وشه يعني. طيب. ماتشين مصر السنغال تتوقع مصر قادرة ان شاء الله? ان شاء الله يعني. اه. في عند كابتن احنا ما نضحكش عن نفسنا. مش عايزين نقول ان احنا نقدر نغلب السنغال. اه. لعا عندنا مشاكل. اه. في مشاكل. مشاكل هجومية. مشاكل هجومية واضحة جدا. اه. فاكيد يعني المفوض قل. مشات صعبة. خمسين خمسين يعني. اه. بس يا يعني احنا لو انا ممكن اقول حاجة اه لا احنا نغلب السنغال. احنا نقطع السنغال. احنا نوصل كسا. لأ احنا يجب علينا ان نقول ايه اخطأنا. ونعرف اخطأنا. نشتغل عليها. ونشتغل عليها. منتخب مصر عنده مشكلة هجومية. منتخب مصر دفاعيا بيميل الدفاع بشكل كبير. ام. او بيقفل بشكل كويس جدا. الفرق اللي قدامه بتلعب كرة هجومية. بتقدر توصل باللقاء اللي انت عايزه. بتوصل لاشوار تقدم. بس اللقاء. لكن دول لقائين. بس كده. هي دي النقطة. انت النهار ده اللقاء اول في الكاهرة. مطالب منك. انك تلعب كرة قدم دفاعية وتلعب على المرتدة مثلا. لا. مطالب منك انك تلعب كرة قدم هجومية وتسجل هدف واتنين. صحيح. امام منتخب السنغال. النهار ده منتخب السنغال مش هيرحمك هناك. ام. النهار ده منتخب السنغال ده. بالجيل ده. آآ بالاسماء دي. افوزهم عليك عطيك. عطيهم بعض السكة. ام. مخلي كفتهم عالية شوية عننا. لا. هناك على ارضهم النهار ده عندهم الملعب آآ الوطني هيفتتحوه مخصوص. الشهر ده. مش هلعبوا علي ولا ماتش. مش هلعبوا افتتحو كده بدون اي ماتش. وهيلعبوا مصر علي اول ماتش. تتكلم جد? او الله. ملعب ايه ده بقى? ملعب جديد في السنغال في دكار. ملعب الوطني. اه. آآ في في السنغال. ملعب حلو? ملعب خرافة. تتكلم جد. او الله واحد من افضل الملعب في الكار الافريقية. وهيتقفل. خرافة? خرافة. ايه? تحفة ملعب جديد. طب حلو قوي ده. حلو. حلو. حلو لينا. وليهم. لأ حلو لي. لأ. حلو لينا. بالزبط. حلو لينا احنا برضو احنا لعيبة بتحب تلعب على ملعب حلو. اكيد. اه. النهاردة هم عامين شفت استقباله استقبال الشرع عليهم اعمل ازيناك. اه. الحشد الجماهيري ووراهم ازيناك. اه. هم. هم فاهمين ان مباراة مصر المباراة. مصرية. وعارفين مادة. قوة. خد بالك احنا برضو احنا عندنا فاسطاة الكاهرة عندنا وحوش. هكيد. جمهور يخيف ويرعب. اهكيد. اسمنا يا كابتن. لا كابتن. لا واستاد nehكار مرعب. له انت عندك خمسين ستين الف في الملعب. لا استاد مرعب. لا ان شاء الله ان شاء الله يعني. ده استاد الرؤى باسمه. ان شاء الله يعني. اه. وهم عارفين دا كويس جزء. مهم. وهم عارفين دا كويس. وحافظين استاذ القاهرة عافية كان معظم اللعبة دي عمره ما جات لعبت في مصر لا لعبه في 2019 اه لعبت في مصر ملعبتش ضد مصر ملعبتش ضد مصر عمر بكلم ضد مصر وقدام ستين الف لا لعبه ضد الجزائر والملعب كان ممتلئ كله كان بيشجع الجزائر جمهار الجزائر كانت مقفلة بس ما تلعب مصر بتلعب على أرضها وقدام ستين الف احنا لازم نستهل يا كابتن الفرص دي لازم نلعب من أول من لقاء الزهاب تحديدا ان ننهي الموضوع في القاهرة ان شاء الله بهدف او بهدفين بس المتشات دي ما فيهاش نهاية في مباراة زهاب كل المتشات المتشات كلها زهاب وقياب وانا اقول لك ان المتشات كلها لازم تنتهي في المتشات مفيش حد هيقول لك بعض المتشات الاولانة ضمانة الصعود كاسعالة مفيش بس بتبقى عندك اريحية اي باش كل نتاج هتلاقيها كل خمس نتاج وفتكر كلامي اتنين واحد واحد سفر اتنين سفر ده يوم ما تقصر الدنيا يعني فهم قصدي يعني واحد واحد سفر سفر المتشات كده لان كل الفرق عندها طموح وعندها دوافع وفرق تقيلة كلها وعندهم مداربين عليين جدا يعني تكتكيا عليين جدا وبالتالي المتشات كلها قريبة من بعض لا ان شاء الله ان شاء الله يكون الحسم يعني احنا نحسن النتيجة يا جباية في الزهاب هكذا كان روح السنغال مستريحين لازم تبقى روح السنغال وانت مستريح ما يفعش تروح السنغال وانت تحت ضغط صحيح ما يفعش تروح السنغال وانت متعادل مثلا اه منتخب مصر يقدر يسجل في اي مكان لا في اي مكان لكن انت هتلاعب السنغال على ارضه منتخب السنغال على ارضه هيكون منتخب مختلف منتخب السنغال الناس بتتكلم انه ما ظهرش بشكل جيد في مرحلات المجموعات او اسناء البطولة او ما لعبش فريق قوي لا لا فريق قوي اللي هو منتخب مصر وعمل جيم كبير على منتخب مصر بس برضو مكسبش يا مهر كابتل خلال التسعين مهر معلش انا تعالى بس هاخد واحدة واحدة زنبابوي وسنغال صفر صفر جابوا جن ضرب الجزاء جات في ايد واحد شاطها اي كلام جات في ايده ورح حسيبها ضرب الجزاء في ديه خمسة وتسعين تمام ملاوي صفر صفر غينيا صفر صفر هنيجي في ماتش اللعب مين لعب جنبيا كابفردي كام واحد صفر تغريلا ائنين صفر والطرد اول تلتة ساعة تمام لماشى بلعبوا المبارا كلها عشرة لعيبة تمام وكسبوا اتنين صفر جيم ماتش اللي بعدي ايه غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية كسب ايه كان واحد واحد كان واحد واحد كان واحد صفر شت الاولاني بقى كان واحد واحد ابعد كدة بقى اتنين واحد وقبجين هاجموا التانين خطف الجون التالت في السوان الاخيرة تلاتة واحد بوركينا فاسو برضو آآ تلاتة واحد وبعد كده جي لعب مصر صفر صفر وكسب ضربات الجزاء حتى كنا لغاية الضربة التالتة متعدلين زي بعض يعني احنا آآ عب منع مضايع واحدة وآآ صار ده مضايع واحدة بتاع باقي المنخ ده وتلاتة تفاضل ضربتين جزاء وضربتين جزاء جيم مهنة ضايع التاني آآ اسمه ده آآ جيم مهنة ضايع تاني شاط معرفش حقيقة كده مش فاكرة آآ يعني خلينا نتكلم بموضوعي حداك شايف منتخب مصر في نفس كوات منتخب السنغال فرقتين متكفقتين ايه في فرقتين في نفس المستوى مصري والسنغال حداك شايفهم بالمستوى ده لأ في آآ آآ مقدرش احدد لسبب لسبب انت بتقول لي دلوقتي السنغال افضل مننا في المباراة طب قول لي اسباب آآ آآ النسبة الاستحواز وسيطرة على الكورة متخب السنغال عمل عليك جيم كبير متخب السنغال ماشي تعالي بقى تعالي بقى تعالي بقى تعالي بقى مصر لعبة كم ماتش مائة وعشرين دية؟ آآ آآ كوتيفور كاميرون المغرب تلات لقاءات تلات لقاءات ولعبة ضربات جزاء كم مرة؟ آآ مرتين تمام يعني لعبة ماتش زيادة؟ آآ اكتر من ماتش زيادة بالزبط يعني لو من كان نص ساعة نص ساعة نص ساعة عادي ماتش غير ربع ساعة وربع ساعة ضربات جزاء وضغوط عصبية غير طبيعية عادي يعتبر ماتش وشوت تقريبا تمام؟ طيب يبقى ايه السنغال لعبة قبل مصر في النهاية؟ بقى لعبة يوم ايه؟ بقى لعبة قبلنا بيوم وحنا لعبنا خميس بالزبط وحنا طلبنا يوم زيادة راحة مرضوش رفضوا تمام رفضوا يعني السنغال كمان واخده يوم راحة زيادة عنك مزبوط طيب معنى كده ان السنغال نزلة الوضع البدني بتاعها افضل مننا بكتير ولا لأ؟ اكيد طيب عندهم اصابات؟ لا ما كانتش فيه طيب احنا عندنا كم من الاصابات وفيه لعبة لعبة وهي منهرة بدنيا وكمان عندها اللي عنده كادمة اللي عنده خبطة اللي عنده يعني لعبة قترخرة وبالتالي ما تيجي تقولي المنتخب السنغالي كاموسايتر اه كاموسايتر بس المنتخب السنغالي كاموسايتر لعبة كبيرة منتخب كبير لكن في نفس الوقت ما اقدرش قدي مقارنات خلينا استراح زيهم خلينا ابا لعب مطشات قدهم هم ملعبوش ولا مطش كبير زينا احنا لعبنا ساح العاج ولعبنا الكاميرا ولعبنا كابت المنتخب الجزائر برضو المغرب هم لعبوا كاف فردي ولعبوا غينيا الاستوائية ولعبوا استيراليون ولعبوا ملاوي ولعبوا غينيا ولعبوا بوركينة فاس واقوى اقوى منتخب لعبوه وبالتالي انا من وجه النظري اما يكون بقى الفرقتين مستريحين في القاهرة تمام فرقتين مستريحين ماشي ومش مجهدين وتيجي تلعب مطش قدام ستين الف متفرج هشوف بقى انت جامد هتسيطر ولا مصر قوية وهتهجمك وهتروح وهتقدي مطش اللي هناك نفس القصة بعدها باسبوع هتبقى مستريحين لعبين نفس في نفس اليوم ونفس الوقت وكل حاجة لكن هده نقدر نحكم بقى بما يورد الله لكن قبل المطش ده اه السرغال سيطرت هي فرصها اكتر ابو جبل نجم اللقاء لكن عندنا عوامل كتيرة جدا رتوبة 120 ديئة 4 مرات يعني حتى اخد بالك المائة وعشرين ديئة دي كمان المرة الرابعة لمصر وهي معارفوش يجيبوا فينا جون وعلى فكرة كنا ممكن نختف جون في المطش تعمروان حمدي كورتين لعبة مصر لعبة رجالة عملوا اللي مطلوب منهم وزيادة محدش كان يتوقع لمنتخم مصر في مباراة النهائية هزيمة من منتخم نجرية في بداية البطولة توقع اي فرقة وفرقة بش مرشحة للبطولة وصلنا للمطش النهائي بس يا كابتن يعني انا بقولك دلوقتي انت شايف ان منتخم مصر كامل متكامل مفيش اي كسور فني في منتخم مصر لا عندنا طبعا بس انا برضو مش قادر مش قادر امسك كده يعني هسألك سؤال لو مصر بتلعب رسل اخضر ولعبت بوركينة ولعبت غينية الاستوية وتلعبت السنغال في النهاية ومستريحهم الاربع والسنغال لعبت مئة وعشرين ديها تلات مرات ولعبت ضربات جزاء ولعبت بعديك بيوم هيبقى نفس المستوى كابتن خالد دي كرة القدم كل شيء وارد فيها في عندك دكاترة معاك فيه الحاجات دي كلها كاميرو مفياش اي امكانيات ان انت تعمل استشفى بما يعني بصح مفيش امكانيات كابتن وده الطبيعي وده الطبيعي يعني الناس بتعقب على صورة الجردل يعني بعد اذنك احنا اللي جابين الجردل دي وحنا نفعل استشفى يا راجل الكاميرو بعد مطشينا لعبت مطشينا مئة وعشرين ديها كانت مغلوبة من تلاتة صفرة من بوركينة فاسو مش شايفة قدامها يا كابتن وبركينة مرتستريحها بقابليها بيوم مش يا كابتن النهاردة انت معك كابتن بص يعني احنا مش عايزين نتكلم على كل حاجة ان احنا يكون لنا اعذار لا انت دي مش اعذار مش مطلوبة يا ابني اللعيبة منهارة بدنيا يا كابتن خالد السنت معلش يا مهر انت بتتكلم وانت قاعد على الفلتكيف انا فهم انا كنت لعيبك هورة معه انا فهم يا كابتن خالد اللعيب تعبان جدا جدا انت متخال انت متخال مية وعشرين ديئة ثلاث مرات ومع فرق وضربات جزياء وضغوط عصبية يعني حضرتك شايف يا كابتن خالد ان هزيمة مصر وخسرت مصر للبطولة بطولة ام افريقيا الحدث الكبير عام صلان انه خسرته بسبب ان احنا خسرنا البطولة بدنيا مين دي في ايه من السنغال ده السبب الوحيد لا احد احد اسباب احد اسباب خسرتنا مطش السنغال او عدم قدر يعني اقول لك حاجة محمد صلاح كان منهار بدنيا في المطش ده بالزبط يعني منهار بدنيا اكيد كل لعبتنا لكن انا بتكلم ايه لو انا لعبتنا وقف على رجليها لعبت السنغال فرقة جامدة جدا وعندهم لعب مميزة وبيلعبوا في احسن فرقة في العالم فلو لعبتنا وقف على رجليها بنفس الدوافع بنفس الروح بتاء لأ هتعمل وتتحول وتعمل وممكن نضغط عليهم كابتن خالد انت لعبت نجيريا وانت واقف على رجلك وفرقة كاملة متكامل ودخل البطولة وخسرت اول مطش كابتن احنا خلينا نشوف اخطأنا فين واخطأنا نعالجها ايوه بس مطش انت لعبت نجيريا خسرت اول مطش ايوه مطش نجيريا كن يا سلام تم جزائر خسرت مطشين وتعدلت مطش كابتن انا مش بكر منتخب مصر يا حبيبي لأ كل مباراة ليها ظروفها والدوافع بتختلف وانا داخل بطولة بلعب قدام نجيريا وفي بطولة مجمعة انا كده كده اول صاعد تاني صاعد تالت احسن تولد اربع صاعد غير ما بيكون مباراة اقصائية زي مباراة ساحل عاج فبانت الشخصية شخصية منتخب مصر واسم منتخب مصر ظهر اللعيبة كلمنا من اللعيبة رجالة عملوا اللي عليهم وزيادة لعبة منتخب مصر الاسم لو واحده لا يكفي لا مع مصر اسمه مصر بيخوف اي فعل افريقيا طب اوه طب جزار بطلت افريقيا الاسم لو واحده يكفي جزار تسعد بس احنا عاملين رعب الكرار الافريقية في حاجات كتير النهاردة الكاميرا لما بتيجي تلعبك في الدور قبل النهائي وبتلعب بطولة عرضها عندهم ذكريات اللي انت روح تلعبتهم على عرضهم ومطلحهم من كاس عالم يعني فيه ذكريات بس فيه التاريخ التاريخ اه بيدايقهم التاريخ بيدايقهم التاريخ بيفرد نفسه عارفين قيمة منتخب مصر عارفين ان انت معاك في ارض الملعب افضل لعب في العالم محمد صلاح الحاجات دي كلها بتفرق انا ما بقللش من منتخب مصر منتخب مصر يا كابتن عمل اللي عليه وزيادة كالوس كروش عمل اللي عليه وزيادة عملنا فوق المتوقع لكن عندنا مشاكل صحية فنية انشاء الله انحلها طب المشاكل الفنية بقى انحلها من خلال يوم السبت اللي جاي والحد عودة لدور المجموعات بعد طول غياب اكيد شايف البطولة دي ازاي وشايف مطش الزمالك امام الفريل الانجولي ازاي والفرق المصرية الاهلي مش عارفة الاهلي هيلعب الاهلي هيلعب المريخ الاهلي اول لقاء معايا الاهلي عنده لقاء مؤجل عشان نكسر عامل الانداي لا في اللي هو في دوري في دوري الابطال الاهلي معه في المجموعة الاهلي هيلعب المريخ طريبا المريخ السوداني الاهلي والمريخ والهلال والمجموعة التانية امازلو والرجاء والاهلي مش هيلعب المطش الجايدة صح نتأجل عشان هو هيلعب تلت ورابع كاس عالم الانداي يوم السبت الزمالك هو اللي هيلعب الزمالك هو اللي هيلعب توقع يباتروا قتلتكو ايه بقى الزمالك ان شاء الله يقدر ينتصر فرقة انجولا الزمالك واجه بتروا قتلتكو اكتر من مرة فرقة فراغت اكتر لعب مش عملت معنا نتيجة رخمة بقى عملت نتيجة رخمة عزمالك لكن الزمالك مستوى حالان افريقيا او الجيل الحالية متوجد في الزمالك ووجود باترس كارترون وخبرات وتعاملوا في القرى الافريقية لا نقدر نعمل نتيجة ايجابية في البطولة يعني زمالك يقدر يعمل نتيجة في كل البطولة الوداد برضو معك في المجموعة عنده مشاكل كبيرة النهاردة الوداد ممنوع من الانتدابات عنده مشاكل مادية ليه ممنوع ليه الوداد ممنوع من الانتدابات اصلا زينا اه ممنوع من الانتدابات والله اولى لمدة سنة خسر قضية اخرى كان فيه مدرب جيرار الفرنسي بيدربه عارفين وطمانتشه عارفين وطمانتشه خسر قضية مليون دولار عليه مستحقات لعيبة ما فيش اي مساعدة من جنب الجامعة المغربية صعدات الوداد ومتصدر الدوري عندهم صحب متصدر الدوري بدأ يوم خمسة اتنين خمسة اتنين اه اتلعب اللقاء حتى الرجاء لعب اللقاء وتعادل فيه الرجاء على الجنب الاخر عمل بقى صفقات واللعابة بتاعته تسجلت وهيشاركه معي في دوري ابطال افريقيا لكن كل الناس مش راضي على مارك فيلموتز المدرب البلجيكي اللي تولى الادارة الفنية لفرقة الرجاء وعطينا هو هيلعب فرقة امازلو بتاعت كنوب افريقيا ودي تعتبر اخر فرصة لمدرب فرقة امازلو تعتبر اخر فرصة في مارك فيلموتز اللي هو ملحقش انا من وجهة نظر ملحقش يمسك يعني ياخد وقته مع الفريق لكن فيه كذا اخفاء زمالك عنده الوداد يوم 25 او 26 فبراير شهر ده في الوداد بصة كابتن الوداد عنده مشاكل كبيرة جدا يعني الوداد مش هو الوداد داع السنوات السابقة لكن الوداد عنده مشاكل كبيرة جدا وخليني اقولك عنده مشاكل في الصفقات لكن الجيل الحالي من الزمالك اه لا انا ازرع عشان تكلم على مشاكل مالية هم عندهم مشاكل مالية مش عافين يسجلوا لعيبة مشاكل مع مدربين حاجات كثيرة لكن انت الزمالك النهاردة عندك جيل قوي جدا عندك لعيبة بتلعب في منطقة مصر صحيح جايين ومكسرين الدنيا جايين ومكسرين الدنيا لعيبة حتى محلية يعني اسماء كبيرة خليني نروحك على حاجة تانية فرقة الوداد تحديدا الالتراس بقى الوداد سعيد الناصري لو ما تمش حل الامور وما تمش تدعم الصفاقات في خطوة جريئة هيتخدوها اعتقد الوداد داخل على مرحلة مشاكل كبيرة جدا ايه بس ما فيش ما فيش جمهور بيهدد نادي يعني 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 مثلا بيهدد ايه اللي هيحصل يعني لا يعني دي السلام يعني انت عارف الالتراس على مستوى العالم بيبقى ليهم يعني اوه يعني بيحبوا فرقهم وكل حاجة بس توجهاتهم وطلبوا حتى رئيس النادي سعيد الناصري بالاستقال سعيد الناصري كان متواجد مع منتخب المغرب وكل جمهور الوداد وجهت اللي هم عليه كان متواجد مع منتخب المغرب اثناء البطولة وكان متواجد مع فوزي لارجا وظهر في اكتر من فيه انا عايز اقول بس مشوار الزمالك يا جماعة هنلاعب بيترو اتليتكو في مصر وبعدها باسبوع سجرادة في انجولا في انجولا وبعد كده بعدها باسبوع الوداد في المغرب وبعد كده نرجع عندنا الوداد الوداد هنا وبعد كده بيترو اتليتكو برا وبعد كده سجرادة عندنا ده النظام بتاعنا يعني انا شايف بصة كابتن هالمجموعات السنة دي اكيد الاهل والزمالك هم الاتنين اللي على قم من الواضح توقع يعني الاهل والزمالك هم طب اهل والزمالك في مجموعتهم مين تاني وداد ومين يعني اقول الفرق لا تسعد الاهل والزمالك في مجموعته اه اتمنى الوداد يا سعد لكن الوداد عنده مشاكل لا يعني انت متوقع فرقة من انجولا تسعد ممكن يا كابتن لا 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 كابتن الوداد عنده مشاكل كبيرة جدا يا باشا ارحنك انت كل مرة توقع تقولي ارحنك يا كابتن ماشي البطولة دي برضو مش تخرج عن اهل والزمالك واضح كده من مجريات البطولة حتى من قبل مرحلة المجموعة ما تبدأ ونشوف الفرقة دي تمام. بطولة دي مش تخرج عن اهل الزمالك. طب ومين تاني معهم? مع الاهلي? ولا فرقة من ولا فرقة من السودان? اه? اه? ده ومجموع ومجمع التاني بقى. اه اه امازلو اه الرجاء وفاق وفاق السيف وحرية بوسا كابتل. الرجاء عملت دعمات قوية جدا. اه. الرجاء هيسعد من المجموع دي. تمام. رجاء المغرب هزا. هيبقى فيه منافسة جدا قوية جدا. بين امازلو الجنوب افريقي. ام. وحرية كناك ريتغيني. طيب. النجم السحلي بقى هو. والترجي وجوانج اه البوطسواني. اه. ورياض بولوزداد. اعتقد الترجي التونسي هيكون في الصدارة. اه. غير كده انا شايف يعني بطل البوطسواني. لا هيكون بقى برا خارجي الحسابات. اه. اه. ما هتكون منافسة بين النجم السحلي وشباب بولوزداد. اه. هتكون بينهم منافسة. صحيح. لكن هي البطولة كابتن بالاسماء الموجودة بالفرق الموجودة مش بنقلل من اي حد. الاهلي والزمالك. طب انت عرفت سمعت ان على. بطولة. 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 بيقولك شهر تسعة اللي جاي. شهر. اه. رئيس. بطولة دي. بطولة ديت. احمد والديحي هو المسؤول عن الملف ده. كله. فاهمها لي ايه بقى السوبرليج دي. بص كابتن هو. هيتلغي دولة ابطال. يعني بص لحد دلوقتي ان هم هياخدوا الفرق المصنفة في المركز العشرين في اخر خمس سنوات. من اول لعشرين. من واحد لعشرين. اه. من واحد لعشرين. وما لهمش يدعوا بطل الدول. يعني هما بيختارون بالاسم. اه. الكلام بقى ان في بطولة تانية بجانبها تتلعب. وهي لقل كونفيضرالية? اه. وهتكون بطولة زي يعني هتلعب بطولة اخرى بجانبها بطولة كبيرة. يعني هيبقى السوبرليج ده. ها مكان دولي ابطال. مكان دولي ابطال. بطولة تانية هتتلعب هتسمى اسم غير الكونفيضرالي. اسم غير الكونفيضرالي. ده اللي هو عايز يعملو باتلس موتسيبي. شايف ان البطولة ديت هيكون جوائزها اكبر في كتير. هيكون فيها بشكل اكبر. وبالفعل بدأ يخطط للموضوع ده. مم. مع احمد ولدياحي رئيس الاتحاد المورتاني. ومن الواضح. ان الدنيا ماشية. اه في البطولة ديت. ده فانتينو موافق. الدنيا كلها موافقة على على الموضوع ده. هل بقى الفرق الكبار اللي برا هتلاقي فرق كبار برا العشرين. مم. وهتلاقي فرق في الكارة الافريقية بيعملوا اتحاد موازي للاتحاد الافريقي. اتحاد خاص بالاندايا الافريقية. زي الاتحاد الاوروبي للاندايا. عشان السوبر لجي يعني? عشان البطولة دي. شايفة ان نفسها اه مش هتكون مشاركة في دورة ابطال الافريق. النهار ده هو هيختار بقى العشرين فريق. هيختار الفر هيكون متواجد من اول. طيب انا بقول لك ايه انا دلاتي فوقيت ان الفر مش موجود في دورة مجموعة. دي بقى مشكلة كبيرة جدا ان الفر ما يكونش. انت اساسا كان مفروض ان هو هيبقى موجود. هي في مشاكل كبيرة جدا. يعني اقار الافريقية فيها مشاكل كلنا عارفها. لكن هو عايز يعمل بقى البطولة دي عشان يطور الكورة يكون البطولة دي فيها الفر تكون بطولة بشكل اه محترف بشكل اكبر ويعمل بطولة اخرى بجنبها يشارك فيها الفرق الاخرى اللي برا العشرين. هل بقى الفرق الافريقية. طبعا السوبر اللي يجري بقى هتتباع التليفزيونات بقى هتتباع بقى وتباع بطولة بشكل مختلف. هل بقى الفرق هتوافق في فرق اخرى هتوافق على نظام البطولة ده. في فرق الاولاد نفسها برا العشرين. هل هتوافق ان البطولة دي تتعمل? اعتقد ان في مشاكل وحاجة كبيرة يعني هتحصل في الفترة القادمة. وفي حاجة كمان. البطولة الموازية دي اللي هتتتعمل اكيد. مفروض جوائزها تعلى بشكل كبير جدا يعني. ام ام. تمام. شكرا ماهر. شكرا جزيلا لماهر جنينا. وشكرا لكل مشاهديننا المحترمين. دي كانت حلقتنا بالبرامج زمال كوي. اشوفكم بكرة. وحلقة جديدة تصبحوا على الف مليون خيال.